صباح الهنى والرز والسعادة والنصر عن استحقاق النهاردة كرام كتير جدا وسعداء جدا الحمد لله رب العالمين بالمباراة يعني الماضية ومش بس السعداء احنا فخورين لان في عوامل كتيرة جدا وفي كواليس كتيرة جدا هنتكلم فيها وفي امل كبير جدا وفي ثقة عادت مرة تانية ليه الجماهير وليه النادي الاهلي وليه كل اللعيبة وان كانت كانت غايبة شوها كريم كده في بعض المباريات وبعض التوقيتات لكن الحمد لله رجعت مرة تانية وحنتكلم في كل ده مش عايزة بس دلوقتي اقول كل الكلام ده لان معنا برضو النهاردة يعني رسالة في البداية اكيد حبي ان احنا نتوجه بيها بالعزاء طبعا بس في البداية صباح الخير عليك يا كريم صباح الخير عليك يا نهواند ويعني مبروك علينا برضو لازم نقول بصي هو على اقولك احنا عندنا النهاردة كلام كتير جدا 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 نقوله وموجب اللي شفناه مع حضراتكم ليه ومجلة الجمعة اللي فاتت طبعا من ساعتها الى هذه اللحظة كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان اللي هم كلهم في حالة امتشاء انجاز التعبير وهي سعادة مستحقة وعنجة دارة ولازم نقف مع حضراتكم عند تفاصيلها في حلقتنا النهاردة ولكن زي ما قالت نهواند احنا عندنا في البداية الحقيقة عزاء واجب فلازم نبتدي به مع حضراتكم طبعا مجلس دارة النادي الاهلي برئاسة كابتل محمود الخطيب وعضاء وجماهير النادي ينعون ببالغ الحزن والأسى صاحب السمو الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة الذي وفته المنية أمس بعد تاريخ حافل من العطاء لبلاده وللأمة العربية والإسلامية وطبعا بيتقدم المجلس والأعضاء والجماهير بخالص العزاء لدولة الكويت الشقيقة قيادة وشعبا سألين رب يعني المولى عز وجل أن ينزل الفقيد منازل الأبرار ويلهم أهله الصبر والسلوان وإحنا أكيد أنا ونهواند بنضم صوتنا لصوت كل العاملين في النادي الأهلي بأن احنا بنتقدم بأحر التعازي لشعب الكويت الشقيق في وفاة يعني اسمه الأمير نواف الحقيقة كان مشهورة العمر بلقب أمير التواضع واللي صاحب أيدي بيضاء كتيرة قوي على النهوض بدولة الكويت الحديثة إنجاز التعبير فخالص تعزينا للشعب الكويتي الشقيقة طبعا يعني هو يمكن فترة حكم كانت شويلة جدا لكن أو طويلة قوي بس طبعا الفترة اللي أضاها في الحكم فادل أو نقدر نقول فعلا قدر أن هو يقدم كتير للكويت وغير كده دولة الكويت بغض النظر عن أي أمور هي من الشعوب برضو اللي كانت بتربطها علاقة قوية جدا جدا تاريخيا زمان مع مصر طبعا هات هذه اللحظة بس كتير وقت التبانينات تحديدا يا كريم المصريين هناك بيروحوا وبيشتغلوا تحديدا في التعليم التربية والتعليم فلا فيه ترابط كبير وفيه كتير من العائلات اللي فيها يعني هتلاقي عنصر كويتي أو فيها حد كويتي يعني كتير كمان دي من الجلمسيات اللي كتير اندمجوا مع المصريين أو كان فيه زواج بينهم وبين المصريين بشكل كبير من الدولة العربية فعلا كان فيها زواج كتير جدا بيننا وبينهم على كل حال ربنا يرحمه وزي ما بنقول دايما يعني الاسم ممكن يكون أو الشخص هو بيرحل جسدا لكن الاسم والتاريخ أكيد هو اللي بيبقى نعود مرة تانية لحضراتكم بقى ونبدأ حلقتنا النهاردة وننوه كده في البداية عن الفقرات اللي معنا النهاردة بعنا فقرة أولى عن إياه كريم الفقرة الأولى هتكون عن رياضة الخماسي الحديث واللي بنتكلم مع حضراتكم عنها وعن الانجازات الحلوة اللي بتتحقق فيها كل يوم والتاني نقدر نقول إن حصلت شبه طفرة في هذه الرياضة في الفترة الأخيرة واستعرضنا مع حضراتكم تفاصيلها أكتر من مرة قبل كده وكمان هنعمل ده النهاردة في الفقرة الحوارية الأولى لكن الفقرة التانية هي اللي هيكون فيها بقى حديث كروي مطول مع النقد الرياضي سامح سمير اللي بنسعد دايما بوجوده معنا في عشر الصبح في الأهل طيب أنا حابدى بقى كلامي بصراحة ولازن الواحد يقول بجد يعني أنقول تعظيم سلام قول تحية كبيرة جدا نقول بجد شابول اللي أنت عايزوا للنادي الأهلي في المونديال وواحدة من أجمل كانت الليالي فعلا لجماهير النادي الأهلي إحنا بقلنا أكتر تقريبا من 24 ساعة فرحانين وحقنا بقى محدش يجي يقول لنا يا جماعة قلبوا الصفحة زي ما إحنا متعودين مش هنقلبها المراضي ما تقلبيش يعني بالكثير إن شاء الله ربنا يكرمنا ونفتح عليها صفحة نوانسي كمان بإذن الله لأن بجد يعني اللعيبة دي مش بتحقق النجاحات دا والانتصارات دا والقامباك اللي إحنا كلنا كجماهير كنا بنحلم به كنا منتظرين ومنهم وكان عندنا قلق بصراحة قبل هذه المباراة تحديدا لكن هم أثبتوا قد إيه فعلا فيه وقفة بتكون كده مع أي مثلا خلينا نقول مش خسارة بس مع أي لعب متواضع أداء متواضع لفترة ما أنا برجع مرة تانية وبرجع في الوقت اللي أنا لازم أرجع فيه بقى فيه قامباك قوي يعني ها دي النقطة بقى انت بترجع تاني تقف على رجليك في الوقت المناسب هو ده اللي النادي الأهلي يعوده لنا طبعا الفرحة اللي إحنا شايفنا للجماهير دي هننجي عندها لكن لسه عندنا كلام كتير جدا وبجد فوز غالي جدا وكبير لسجله النادي الأهلي على اتحاد جده السعودي ثلاثية ولا أرواع في وجود كمان انت مش بتتكلم لعيبة يا كريم على قد حالها لا تتكلم على نجوم عالمية كبيرة جدا في كورت القدم العالمية كريم بن زيما كانت رومارينيو لا أسماء كلها ضخمة وكبيرة وهي أسماء ضخمة وأرقامهم ضخمة وتمنهم ضخم وضخم كمان أكتر والأرقام اللي اتدفعت فيهم وأكيد اتحاد جده وأكيد يعني السعودية وقت ما كانت بتتعاقد مع لعيبة كبيرة كده يا كريم كان عندها أمل أن هي حاجة على أقل كاس العالم للأندية يعني يوم اتحاد جده عمر صفقات بالملايين بهذا الشكل أكيد كان عندهم الرغبة وعندهم الأمل أن هم يوصلوا في رانك مختلف في كاس العالم للأندية تحديدا فده حصل لا ده ما حصلش ما حصلش على يد مين ما حصلش على يد النادي الأهلي طب يا جماعة هي أرقام النادي الأهلي مقارنة بأرقام اتحاد جده بلاش أرقام النادي الأهلي مقارنة ببن زيما لوحده فيها بالانس فيها تعادل اطلاقا فهي دي النقطة النقطة ان انت رأس المال اللي انت كنت بتتكلم عنه من الموسم اللي فات رأس المال مش شرط ابدا يكون عنوان للنجاح في كتير تجارب رأس المال كانت بتكلل بنجاح وفي منها لا يكلل بنجاح مش معنى كده ان اتحاد جد خلاص فشل بس انا بتتكلم ان مش شرط رأس المال هو يبقى الاساس في نجاح اي شيء لازم يكون فيه فكر ولازم يكون فيه روح موجودة ولازم يكون فيه عزيمة يكون فيه انتماء قبل اي حاجة ما انا ممكن اجيب لعب بملايين ومليارات وبعدين هم عندوش حتة اللي انت انا شارق معايا بقى فريق ده يكسب ولا ما يكسبش انا مالي انا جاي بمبلغ معين وماشي ففاهم قصدي يا كريم تفرق بشكل كبير انا مش بس فاهم قصدي ده اللي انت بتقولي كمان كان ليه انعكاس في جملة درامية قالت في واحد من المسلسلات الشهيرة في رمضان اللي فات في جعفر العمضة تحديدا لما كان بيقول لحد من الابطال بيقول له عايز رجالة تحميك من قلبها بجد تبقى مربيهم مش جاي برجالة ده فعليهم ارشيد يمكن تيجب جملة الوحيدة في المسلسل بغض النظر بس هي فا انطبق على اللي انت بتقولي بحزافيره فعلا حقيقي ان انت عندك ولاد نادي حقيقي بيلعبه من قلبهم بالمعنى الحرفي مش مجرد فترة التعاقد وبيقضوها والسلام لأ حدوتة تانية خارط اللي تبقتي عندها يعني كذا حد قال لك مش بس طبعا ليجا مهير المنافس او مثلا الاستوديوات التحليلية المختلفة للمنافس بتاعنا لأ حتى ناس هنا في مصر كانوا بيشككوا طب اقول له حضراتكم على حاجة منهم اهلوية بس التشكيك الاهلوية غير تشكيك حد تاني تشكيك الاهلوية بيكون نابع من يعني حب او خوف او حرص حاجات زي كده لكن التشكيك اللي كان موجود ده كان موجود هو يعني واقع للأسف الشديد كنا بنشوفه بس دايما هرجع اقول تاني الرد على الارض انا حب قوي او بحب جدا اي حد يشكك فيك شك براحتك اخلي الدوتس موجودة براحتك انا مش هتكلم انا هرد على الارض وده اللي حصل حتى شفنا اللقاءات اللي كانت موجودة لجماهير تحاد جده قبل المباراة اللي كانوا عاملينها طبعا كلنا عملنا لها شارع على السوشال ميديا عندنا انها كانت في كل مكان على تويتر في كل الاماكن يعني المنابر المختلفة قد ايه كان عندهم الثقة وهما بيتكلموا ليه ما الثقة دي نبعة من ايه برضو ان انت عندك لعيبة تقال جدا ارقام وتاريخ واسم وغيره فلما تيجي عندك الشكل ده وبعدين بتلاعب النادي الاهلي اللي هو كبير بالمناسبة وكان فيه برضو اقابيل كبيرة او كتيرة ان هما خايفين من النادي الاهلي بيستألك احنا عندنا بن زيمة ده النادي الاهلي بس احنا عندنا كانت مثلا لكن الرد كان في الاخر ايه ياه الكورة والانفراد والهدف اللي كان مؤكد لبن زيمة الحمد لله النجم بتاعنا محمد الشناوي صدها وده كان برضو او دي خلينا نقول ما كانتش مفاجأة غير متوقعة قوي بس كانت مفاجأة حلوة لنا لان احنا برضو احنا عايزين نسبة 50 50 هتدخل بصراحة يعني وانا بتفرج على الجول ده اكيد انت كمان يا كريم كلنا 50 هتدخل 50 لا 50 مش هتدخل عشان احنا وثقين في شناوي بس 50 هتدخل عشان دي برضو ده بن زيمة فهي بص كانت مباراة حلوة لان ما فياش توقعات خارج التوقعات وبعلم ما تيجي كمان تتكلم ثلاثية لا احنا احنا رحنا حتة تانية بصي الحاجة الوحيدة احنا عملنا انجاز حلو بصراحة التفصيلة الوحيدة اللي نقدر نقول ان هي كانت داخل التوقعات مش خارجها هي اليقين اللي عنده كل الجماهير النادي الاهلي في كل مكان والكلام ده من قديم الازل مش بس في المطش ده ولا حتى في النسخة دي من كاس العالم للاندية ما فيش اهلاوي غيره تتأكدوا انه عنده يقين دايما انه لو شاف انه روح الفانيلا الحامرة كانت حضرة الموضوع منتهي بغض النظر احنا منلعب مين والحمد لله الهي كانت حضرة وحضرة بقوة ورجالتنا الحقيقة عملت شغل لابهر العالم كله لان احنا حقيقي حقيقي يعني شفنا مستوى يتماشى مع فكرة ان انت بتلعب مع الكبار انت كمان من اكبر الكبار كانت مفاجأة مدوية طبعا كان فيه منوشات لطيفة جدا بين جماهير الاتحاد تحت جدة السعودي والنادي الاهلي وهم ابتدوها الحقيقة من بدر لكن طبعا كل كان سعيد بجماهير النادي الاهلي واللي كانوا عامدين والحقيقة الملحمة التشجيعية الاعتيادية منهم وعلى نجمات واحد تليل الكبسة راحت فيه شفنا شغل عالي اللي عجبني الاعلامي السعودي طبعا وليد الفراج على فكرة هو من الشخصيات المعروفة طبعا جدا بس هو بيحب النادي الاهلي جدا اللي بيعرف ساذ وليد يعني هو بيحب النادي الاهلي جدا جدا يعني وطريقته أصلا في بعد كمان الخسارة أنا عجبني قوي يعني هو دحكني بصراحة خد الموضوع بشكل كوميدي واتكلم وقالك احنا كنا بنهذر معاكم وحاجات زي كده انا بحب الروح هي دي الروح حلوة على فكرة اه انا شجع فريقي كاعلامي ولو انا في قناة كمان مش في قوية اتكلم عن الفريق اللي بينتمي للدولة بتاعتي وغيره بس يوم ما يحصل خسارة باخدوا الأمور ببساطة بتبقى اللغة حلوة بصراحة عايز اقولك الاهلوية حبوه يعني وليد الفراج اه ناس كتيرة في الاول لقيت لك هو ايه التصريحات الغريبة دي بس بعد المباراة رد فعله الناس حبيته فيه بصراحة لانه هو كان رد فعل قام دي حتى هو قاعد يقولك احنا بنهزر احنا بنعتذر تبكر نلعب من غير الاهلي يعني كلها حاجات في الاول وفي الاخر تؤكد الكلمة اللي كنت بقولها الرد على الارض شوف انت لما رديت على الارض خليت اللغة ازاي تختلف الناس تبصلك بس مختلفة فيعني انا مبسوطة كم من الزكاء بما يكفي ان هو يعرف في هند الورطة اللي هو حط نفسه فيها في الاول هو طبعا الاعلامي قدير وعنده ما يكفي من الزكاء والحقيقة كان رد بفعل ويعني الرسبونس بتاع الكلام اللي هو قاله على جمهور النادي الاهلي زي ما نهواند بتقول لحضراتكم بكل ضحي وكل مبسط وتأكدت محبته اكيد في قلوب الاهلوية من ضمن الحاجات الحلوة ان المتش ده مليان ايجابيات الحقيقة يمكن حلقة النهاردة لو خصصناها بالكامل بان احنا نحلل ونفسص كل التفاصيل اللي شفناها وساعدنا بمتابعتها في هذا اللقاء فالحقيقة حتى الحلقة مش هتكفي بس تعالوا نقف عن يعني ايه رؤوس اقلام كده انجاز التعبير فيه حاجات ايجابية كتيرة حصلت فيه ارقام مهم ما اتحققت طبعا بعد فوز ليلة الجمعة للنادي الاهلي في المونديال اولها طبعا ان النادي الاهلي اصبح هو الفريق الوحيد من خارج اوروبا ومن خارج امديكا الجنوبية اللي بيوصل لنصف نهائي كأس العالم للاندية اربع مرات متتالية كانوا في نسخ 20-20 20-21 22 و23 وبالمناسبة منهم مرتين لعبنا فيهم مع ابطال اوروبا والتقايل بتوع اوروبا مرة مع باين ميونيخ ومرة مع ريال مادريد كمان وصول النادي الاهلي في ست مناسبات خلاه يعني برضو انجاز التعبير يفض الشراكة مع ريال مادريد اللي وصل طبعا فيه خمس مناسبات وسجل النادي الاهلي بهذا اللقاء وصوله الى دور نصف النهائي في كأس العالم للاندية للمرة السادسة في تاريخ هذه البطولة وعزز رقم القياسي العالمي كاكثر اندية العالم من خارج اوروبا وامريكا الجنوبية وصولا لنصف النهائي في هذه البطولة طبعا موديال الاندية يعني نقدر نقول انه نجح من خلاله المدرب مارسل كولر في انه هو كمان يعادل رقم فيتسو موسيماني اللي وصل للدور نصف النهائي مرتين في النسخة الحالية وكمان في النسخة اللي قبلها كل الاماني الحلوة للموتش اللي جاي اللي جاي اصعب بقى انسي خلي بقى سكسبناهم قبل كده بطل الامريكا طبعا هي مش مقاس ابدا لان هما اتحاد جدة كان داخل برضو بيقول نفس الجملة احنا ارقمنا مع النادي الاهلي لصالحنا او الكفة لصالحنا اكتر فما فيش حاجة متوقعة ابدا لا يمكن تقدر تقول لا الفريق ده فرصه اكبر مرضو بتلعب مدرسة برازيلية نهوان دمان كانوا متصدرين الدوري بتاعه وهو داخل عنده دوافع كبيرة جدا وحقه وعارف هو بيواجه مين برضو وكان منتظر برضو هذي المواجهة بشكل كبير ولو ان برضو لو انت كنت بتتابع الاستوديات التحليلية مش هولي البرازيلية ما وصلتش لهناك ببافتي بس بس ردود الافعال من المحللين انا بتابعها المتطلعين يعني كان بيتكلموا ان الفريق البرازيلي كانوا بيتكلموا البرازيليين عاماتا نصحوا هناك متوقع كانت حد جدة الاكتر نسبة هو اللي حيفوز وهم اللي حيواجهوه بالمناسبة يعني ففعلا فوز النادي الاهلي يعني قسر توقعاتنا الناس كتيرة جدا كانت بتقلل او كانت متوقع نتيجة يعني عكسية فده امر اكيد رائع جدا والامر الرائع ايضا من الامور الايجابية اللي انت بتتكلم عنها محمد الشناوي يعني بجد حارس مرمى الفريق ومنتخب مصر هذا اللاعب المحترم جدا محمد الشناوي اللي بجد فرض نفسه وفي تاريخ هنا منقول بطولة كاس العالم للانديه بشكل كبير جدا خليها نرجع شوية عندك لركلتين جزاء فيه نسختين كانوا مختلفتين تماما في البطولة تصدي الاول لو حضراتكم فاكرين نرجع شوية كده وكان امام لوكا مودريتش اللي هو كان عشرين وعشرين تحديدا وكان مواجهة الاهلي وريال مدريد والتصدي التاني امام طبعا بن زيما اللي احنا كلنا تابعناها اتحاد جدة ونسخة كاس العالم الانديه عشرين وثلاتة وعشرين والتنين واخدين يعني اللاعبين البالوندار كافضل لعب في العالم اللاعبين دول اللي كانوا بيرموا او بيشوتوا على محمد الشناوي او بيسددوا في مرمى الشناوي واخدين البالوندار فانت بتتكلم في قيمة وقامة حقيقي يعني كبيرة جدا بس برضو محمد الشناوي قيمة وقامة كبيرة جدا عربية وافريقية ومصرية فبجد كان متقلق جدا وزي ما بقولك بصراحة هو قصر كل توقعات لان التوقعات كانت خمسين خمسين فلا بجد أبهرنا وحتى من زيما لو انت لحظت الكاميرا جات على وش مش بصدق ايه ده بجد لو انا مش بصدق الجماهين نفسها مش بصدق ازاي فيعني لا حاجة كانت جميلة لان دايما اللي مش متوقع جميل يعني عارف دايما المفاجآت حلوة انا بحب مفاجآت خصوصا لما تيجي تفرج على مطش لا بيبقى ممتع جدا الحقيقة الحقيقة الشناوي يعني نقدر نقول انه هو صمام امان مش بس عند اللعيبة لا ده كمان عند جمهور يعني فكرة ان الشناوي هو لو بيحرص عارين النادي الاهلي فاحنا يعني الى اقصى الدرجات متطمنين عارفين كويس قوي ان الشناوي قدها ودود ايا كان بيلعب مين فالشناوي قدها ودود الاسماء اللي نهوان بتقولها احنا منتكلم على اتنين من من اهم واغلى واتقل لعيبة العالم ومشهورين كمان بالتسديد في ضربات الجزاء لكن الشناوي اما يوقفهم لا حدوطة حدوطة تستحق التأمل الحقيقة كمان من ضمن الايجابيات نحن عندنا شوية لعيبة كده عندهم تفصيلة تستحق التأمل هي كمان والدراسة بل والتحليل يعني عندنا لعيبة حتى لو هم كده كده متقلقين وبيعملوا عليهم مزيادة في كل المنافسات وفي كافة الاستحقاقات لكن بيجوا عند بطولات معينة يعني مثلا اكرم توفيق افريقيا حدوطة عجيبة حسين الشحات ايا كان حاله ووضع عامل ازاي وهو حاله زي الفول على فكرة بس هل نتكلم ان تقلقه بيتضاعف مرات ومرات في كأس العالم للاندية الحقيقة بيواصل حسين الشحات هويته في كأس العالم للاندية بتسجيله الهدف التاني للنادي الاهلي عشان يبقى سجل الشحات في اربع نسخ مختلفة في كأس العالم للاندية البداية طبعا كانت من خلال رحلته الاحترافية مع نادي العين الاماراتي لما سجل في نسخة عشرين تمنتاشر وبعد كده انتقل للنادي الاهلي وسجل مع النادي الاهلي في تلت نسخ مع النادي الاهلي في عشرين واحد وعشرين وعشرين اتنين وعشرين وعشرين تلاتة وعشرين ونجح في ان هو يعادل رقم كريم بنزيمة شخصيا لعب اتحاد جدة بالتسجيل في اربع نسخ مختلفة لبطولة كأس العالم الاندية والمزيد من الارقام القياسية اللي بتتحقق لا ما عندي لست ارقام من عشان كده ملوب المزيد جاي لكم يعني بص بقى فعلا النهاردة حالة كلها ارقام خليلا قول وايه احسائيات لالي كمان خليلا قول بيصنع التاريخ فعلا ليه بقى تعالوا كده نتكلم بتفاصيل او خليلا نروح تحديدا تاريخ مواجهات الاهلي مع عرب اسيا دايما بتكون المواجهة كانت امام اتحاد جدة كان في 2005 كان بهدف دون رد وبعد كده فاز على الدحيل القطري في 2021 ده كان بجول حسين الشحات وقتها فاز على الهلال السعودي كان بسكون رائع جدا وقتها برضو 4-0 في مباراة تحديد المركز الثالث في النسخة بعد كده اللي بعدها كمان وفاز أخيرا على اتحاد جدة بثلاتية مقابل هدف اللي تبعنا كلنا وأخيرا يعني فعلا من أجمل أرقام الأهلي بعد فوز أول مباراة نتكلم بقى تسع انتصارات من 23 مباراة خدها في كاس العالم للأندية وده تاني أكبر فريق تحقيقا ليه الفوز بنقول في البطولة بعد ريال مدريد 12 انتصار من 14 مباراة فيعني لأ بجد بلغة الأرقام واللي فاهم في لغة الأرقام ده أو دي نسب أكثر من رائعة فبجد النادي الأهلي وقد النظر بقى ليجي يقول لك الدروب اللي حاصل والماتشاط اللي فاتت مش حلوة والنادي ده والفريق ده لازم يعيد تأهيله وكولر ده لازم يمشي كمانا احنا كنا بنسمعه وحقيقة نبنطلع مش بنهاجم ولا بنقول يا جماعة انتم بتتكلموا ازاي كده بس كنا بنقول ما فيش منطق في الكلام ما فيش فريق ماشي على نفس المنوال طول الحياة عادي كل حاجة فطبيعي انت خارج من موسم كان اكثر من رائع لازم هيكون فيه كم مباراة مش افضل شيء وبعد كده انت لما بنحتاجك في القامباك في الجد خلينا نقول او في الشديد او في المكان الصح انت بتبقى وقف على رجليك وبتعمل قامباك اكثر من رائع فهو ده المهم النادي اهلي ما بيخزلكش بس ممكن نلعب مباراة اتنين مش افضل شيء اداء رغم ان على فكرة النتيجة بتبقى برضو يعني وطيبا نزل ومنزلش بس يعني دي امور كلها بقى مش في ايده ولا في ايدينا اللي حصل طبعا وشفنا والطرد والحاجات اللي كانت تحكميا لها يعني ويهة نظر معينة هنتكلم فيها كارير لكن هو حتى هذه اللحظة ربما لسه مشوفناهوش لسه مش محظوظ يعني في حاجة طبعا مع مادس صفقة كبيرة وصفقة مهمة جدا والاهلوية منتظرين منه كتير لسه حيبان حيبان الفترة القادمة ننساش ان يعني لسه فيه لعيبة كتير كانت منضمة قبل كده وما حققتش المطلوب غير بعد سنة واكتر من تسع شهور وغيره فننتظر ما نحكمش على الراجل هو كان على الفكرة اول ما نزل برضو لاحظته انا بركز التفاصيل شوية كان سعيد جدا بنزوله على فكرة بس هو ما كملش تقريبا ثلاث دقائق صح تلاث اربع دقائق حاجة زي كده تقريبا دقيقتين لو انا مش غلطة يعني هأقل من كده يعني برضو ما نقدرش نحكم عليه او نتحامل عليه لسه ما نقدرش نقيم دلوقتي بس طبعا هو غير محظوظ تماما كان في المباراة الأخيرة على ذكر ريال مدريد وانت بتكلمي على الأرقام والإحصائيات واحنا كام مرة بالمقرنة بيهم الحقيقة انا مش فاكر كام مرة احنا تكلمنا عن النادي الأهلي لما بيتذكر اسمه بالمقرنة مع ريال مدريد يعني دايما لما بيتقالي النادي الأهلي اول فريق دايما بنقارم بينه وبين النادي الأهلي هو ريال مدريد فده يوري حضراتكم احنا بنتكلم على نادي حجم ثقل وواصل لفين وانا هنا بتكلم عن النادي الأهلي بطبيعة الحال وعلى ذكر برضو الأبسان داونس نحمد ربنا جدا الحقيقة من الأبس بتاعتنا يعني ماشي بالصدفة البحثة ان هي حصلة في منافسات مهمة جدا عالمية جدا شفنا من خلالها وفي اول لقاءات النادي الأهلي في هذا المشوار النسخة دي شفنا ما يرضينا وما يطمئننا وان شاء الله متوقعين خير في اللي جاي بإذن الله اكيد اللي جاي مش سهل بطبيعة الحال لان اللي فات كمان ما كانش سهل بأي حال من الأحوال بس قدينا شفنا بنفسنا ان احنا عند لزوم نقدر لما الروح بتاعتنا بتكون حضرة بنقدر وبنعدي وبنكمل ايا نكمل نعدي عالمين بس بنكمل في طريقنا وان شاء الله دا يستمر بإذن الله يعني كمان يوم الاتنين الجاي وما بعد يوم الاتنين الجاي بإذن الرحمن طبعا مليون مبروك للنادي الأهلي مليون مبروك لجمهور النادي الأهلي دا عظيم في كل مكان مليون مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي والكل اللعيبة نتمنى لهم كل التوفيق وكل الخير في اللي جاي ان شاء الله عندنا ماتش مهم جدا 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 في مواجهة في موانانسي البرازيلي وان شاء الله نقدر نحقق حلم جمهور النادي الأهلي بالتأهل للمباراة النهائية يعني عايزين مشتقين قوي نحنا نشوف الشط دا بغض النظر بقى النهاية حتيرت تصفر عن ايه لكن مجرد وجودنا في المباراة النهائية دي حاجة حتوسع الجماهير النادي الأهلي ونبقى وقتها على موعد مع المدرب الكبير جورديولا والتقايل بقى هالند بقى والفارز وبرناردو سيلبا وفودن وغيرهم وكل طبعا نجوم منشاست الستي بطل أوروبا وتعالوا نقف دلوقتي عند رسالة يعني الرسائل الجميلة اللي بعثتها جماهير النادي الأهلي لللاعبين بمجرد انتهاء اللقاء اللي فاتتابعوا معنا ألف ألف مبروك كانت عيبة رجالة عملت مطش حلو جدا عملوا حاجة لي باسم النادي الأهلي وفرحونا جامد ويارب دايما كده يستمروا على الأداء المشرف ده بصراحة أنا مبسوط جدا وسعيد باللي حصل وأتمنى دايما التقدم والنجاح للنادي الأهلي والله المطش كان حلب قوي الأجواء كانت كمان هنا مميزة جدا وأبهرونا الحقيقة بأداءهم وكان أداء مشرف جدا بذات نحن نكون لعب مع فريق قوي وإن شاء الله المطش الجاي إن شاء الله للأهلي إن شاء الله النهائي للأهلي أنا واثقة من كده وكلنا معاهم وإن شاء الله نكسب النهائي بإذن الله دي عادة الأهلي يعني في المحافل الدولية بيشرفنا دايما وإن شاء الله كلنا عندنا أمل نحن نلعب المطش الجاي ونكسب عشان نوصل للنهاية بقى لأول مرة يعني على الأقل نعدل المدالية شوية بقى لما كل مرة برونزية نوصل لفضية أو إن شاء الله دهب كما نطمع بالدهب يعني إن بارح بصراحة الأهلي نازل وهو عايز يكسب بين من أول دقيقة كان داخل وعاوز يكسب التشكيلة كانت نازلة برضو كانت فيه كذا أحد نزل مش متوقع لكن هو نازل وهو حافظ التحاد جدة هيعمل إيه فهو قدر يلعبهم كويس والله أنا بشكر لعبت النادي الأهلي على الأداء الرجولي وبشكر قبل اللعيبة الجماهير الجماهير كانت حاجة روعة الروعة وكان منظر مشرف لجماهير النادي الأهلي الوفية وبعدين بشكر كابتن محمود القطيب على الدعم والله محدود طبعاً إحنا فرحانين جداً بفوز النادي الأهلي للماتش الصعب جداً والمتراقب والنادي الأهلي عودنا طول عمره على مدار السنوات منذ أن أنشئ على الانتصارات وبفرح الجمهور بتاعه الأعضاء يعني كلها رسائل حلوة وتحس فيها تعويض تاني هرجع أقول بالنسبة للفترة اللي فاتت اللي كان فيها يعني دروب شوية في الأداء زي ما احنا كلنا متابعين وده بقى لإنعكاس شوية يحمل مسئولية يعني لما تيجي دلوقتي انت شفت انت طبعاً في بعض الأراء قالك عايزين بقى نعدي ونحلم مش هنقول بس بالزهبية طب الفضية يعني انت سقف التموح بتاعك دايماً بيعلى لأن انت النادي أو نادي الأهلي تحديداً واللعيبة جيل عن جيل هو اللي بيديك ده هو اللي بيخلي سقف التموح يعلى ورغبتك أن انت عايز الأفضل دايماً وواتس ناكس دايماً أقولك واللي بعديه واللي بعديه مش بقف عند النجاح معين وأقول ده كويس أو إن أنا شاركت بالعدد ده ده مفيش حد زي شارك لأ ولا بتكتفي حتى تقول ما أنا وصلت قبل كده لتالت العالم خليني أوصل برضو وحافظ على نفس المستوى لأ الجماهير عايزة أخش بقى على بعده ليه مش فضية مش هنقول ذهبية دلوقتي ولو إن يا ريت بس ليه مش فضية فهي دي النقطة ليه أنا ما شوفش بقى النادي الأهلي تاني العالم على سبيل المثال مثلاً ما هو يقدر على فكرة ما هي القصة كلها الطموح بيبقى جاي برضو من أرضية موجودة والأرضية عندك موجودة جداً مع النادي الأهلي فإن شاء الله خير نتمنى ده لكن أنا عجبني جداً إن احنا الحمد لله دلوقتي ماشيين بثقة كبيرة جداً المشهد اللي احنا شفناها الصورة اللي احنا شفناها في الملعب كانت مختلفة تماماً عن بعض المشاهد اللي شفناها أو شاهدناها مع فرق تانية في منافسات أخرى كنا قاعدين بنقول هو إيه اللي بيحصل حقيقة والله صح والله غلط خلينا نبقى صرحة دي حقيقة الواحد كان بيتفرج على مطشط لمنافس بعيد قوي 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 عنك فنياً ونقول حول الله يا رب هو احنا بنلعبش هو احنا فين كنا بنقول كده رغم أن انت في الآخر ممكن تكون بتتعادل مش بتخسر بس كان دمك بتحرق هو احنا فين اهو احنا جينا اهو عشان لو حد كان مش لقينا قدين احنا جينا وجينا في الوقت الصح ونتمنى الحفاظ على هذا المستوى الفترة اللي جاية لأن اللي جاي انت بتقول يا كريم اللي فات صعب لا هو اللي فات ده ولا حاجة اللي جاي بقى قصة تانية خالص على كل المستويات افريقياً ومحلياً وعالمياً فان شاء الله نكون قدها لأن لسه قدامنا يعني شوت كبير قوي بالنسبة للمشهد التاني اللي عايزة علق عليها كريم اللي عجبني لأن عادة كابتن محمود الخطيب مش بينزل قوي قط اللبس او مش بيجتمع قوي باللعيبة بعد اي مباراة لكن بصراحة المشهد اللي شفناه وتواجد كابتن محمود بعد المباراة مع اللعيبة والنزول معهم لقط اللبس والحديث معاهم طب احنا ما سمعناش من خلال كاميرات اللي تقال بالزبط بس شفنا المشهد كان مشهد حلو ده يدل على ان فيه شكر فيه امتنان فيه دعم فيه سعادة فيه ثقة موجودة فكان مشهد حلو وأكيد بيؤثر بشكل كبير جدا على اللعيبة وأكيد بيؤثر بالفرحة على برضو الجماهير بص تحس ان انت والله في استاد القاهرة كتر مشهد الجميلة والتواجد الجميل وتحس كمان المصريين في اي مباراة بالخارج يعني عن ارضك بالعكس بيكونوا أضعاف أضعاف التشجيع اللي على أرضك لأن انت محتاج ده فعلا وهم بيقدموه بص يا كريم لا مشهد فعلا تحس ان انت في مصر ان انت مش في السعودية أبدا يعني بقولك عمل وعظمة باختصار شديد عمل وعظمة وبرضو على فكرة من ضمن الكلام اللازم يتقالد في حق الجمهور ودي حاجة احنا اتكلمنا عنها قبل كده أكتر من مرة لما لاحزنا ان النادي الأهلي بيشارك فيه فعاليات او فيه بطولات سواء اقليمية او قرية او دولية بيلاقي ان بعض المشاجعين اللي بينتموا لفرق أخرى مش بيشجعوا النادي الأهلي بل بالعكس بيهم مستنيين ان هو يعني يجدوا ما لا يصر جماهير النادي الأهلي من خلال مشاركته الحقيقة المرة دي الوضع كان مختلف واكيد حضراتكم لمستم ده انا شخصيا اعرف كتير او مجموعة مش كتير بس احنا اقول مجموعة من اصدقائي تحديدا الزمالكوية كانوا بيشجعوا النادي الأهلي ومن كل قلبهم شوفنا في وسط جماهير اوضايا نهواندو في وسط جمهور اللي كان موجود في جد على فكرة كان فيه اكتر من مشجع مصري لابسين تشريتات الزمالك دي برضو دي بقى الروح اللي احنا بنتكلم عنها لان احنا بالاخر بنتكلم عن فريق بيمثل بلدنا بغض النظر بقى هو اهلي هو زمالك لازم نشجعه في الحالتين فدي بداية تغيير مطلوب في التفصيلة دي انت اعرف العجبني كمان دي تقارير كانت بتتعرض شفتها يعني كان فيه سعوديين هناك وكان فيه عمار مختلفة بيشجعوا النادي الأهلي في هذه المباراة اتقول بقى دي روح مش حلوة ليهم لينا احنا فرحانين صراحة ان فيه كان سعوديين بيحبوا النادي الأهلي وموجودين بيشجعوا النادي الأهلي وقتها حتى كان فيه انا فاكرة كويس اوي تقريب ولد عام تقريبا متنشر سنة قول لابس تشيرت الزمالي هو سعودي الراجل حتى بيعمل مضيع وهو بيعمل معايا يعني قال له انت بتشجع النادي الأهلي وانا بحب النادي الأهلي قالت ولات بحب النادي الأهلي فحلو ده كريم جدا كان انت بتنتشر مش بس بحليا انت بتنال اعجاب واحترام أجيال مختلفة كمان عربيا وعالميا وغيره فده اندل على شيء أكيد يا دول على نجاح منظومة كاملة عبر تاريخ بقى كامل أجيال وراء أجيال طبعا مش بس جيل حالي مش بس نجاحات حالية على الأرض يعني وبرضو على ذكر جمهور المملكة العربية السعودية الحقيقة برضو ده قسم مشترك بينه وبين المصريين خفة الدم عندهم خفة الدم برضو مش طبيعية وشفنا مع نهاية اللقاء على فكرة كان في بعض المشجعين السعوديين يعني بقافين مع مشجعين النادي الأهلي ساعة ابا كانوا بيقولوا واحد اثنين إلى آخره فمنتهى خفة الدم ودي الروح الرياضية المطلوبة احنا في الآخر بنتكلم على منافسة كروية داخل أرجاء ملعب مش بعد كده ما ينفعش نحن نتعد أو نروح لما هو أبعد من ده لأن احنا كمان في الآخر بنتكلم على شعبين شقيقين بالمعنى الحرفي للكلمة كل التحية للجماهير طبعا انتحاد جدة السعودي هارد لك وإن شاء الله بنتمنى لهم كل التوفيق في اللي جاي بإذن الله من ضمن الحاجات برضو العزين نوفم حضراتكم عندها جملة قصيرة مكيرة بليغة جدا قالها الحقيقة من ضمن تصريحاته إنفنتين ورئيس الاتحاد الدولي قالها تحديدا المهندس خالد مرتجي رئيس بعتة النادي الأهلي في المملكة العربية السعودية جملة كالآتي قال له لا جديد الأهلي دائما عالمي وما نقف عند التعبير ده ودي حقيقة الحقيقة وأمر واقع هو بيقره فعلا النادي الأهلي نادي عالمي بأرقامه وبلعيدته وبتاريخه وعلى فكرة أغلب المحللين قالوا إن التحاد جدة حيفوز خاصة بعد صفقاته العالمية الأخيرة ويقال إنه كمان كان مستضيف البطولة في الأساس عشان ممني نفسه إنه هو يوصل للنهائي ويلعب ضد منشستر سيتي لكن النادي الأهلي نقدر نقول إنه إنجاز التعبير برضو قلب الترابيسة حرفيا عشان يقول للكل إن أيا كانت حساباتك في ظل وجود النادي الأهلي غالبا حساباتك حتتغير وكمان تصريحات الشناوي برضو لما قال إن أغلقنا الصفحة وبنستعد لنصف النهائي ودي ما هيش حاجة جديدة على النادي الأهلي بأي حال من الأحوال وإن شاء الله اللي جاي يكون أحلى وأقوى كمان من اللي فاتح أغلقوا هما الصفحة إحنا أتفاقنا إحنا وإنتي صد تصيبانها مفتوح وحنفرح وحنفرح جداً وبصراحة أنا يعني لأن أنت برضو بتتكلم هي مش مباراة كسبت فيها وخلاص هي كانت فعلاً مباراة صعبة ومش متوقعة خالص النتيجة بتاعتها فأنت لعبت بأداء جيد جداً وكمان كانت النتيجة أكثر من رائعة فلازم لازم نفرح لغاية يوم الاثنين وإن شاء الله بعد يوم الاثنين كمان نفرح مرة كمان يعني هو الساعة ثمانية الماضي بتالي إن شاء الله الساعة ثمانية إن شاء الله نتفرج عليه ويبقى كمان يعني نفس الفرحة نفس الإنجاز ونفس النجاح كلامنا أكيد مش هيخلصه مش هينتهي بس أشكراها بحضراتكم أكيد أنا وكريم مرة تانية وزي ما كنا بنقول وحنفضل نقول الأهلي كان حديث الساعة في الصحف العالمية طبعاً زي ما قلنا الموضوع هنا مش فكرة مواجهة عربية خلاص لا أنت بتقابل يعني فريق فيه نجوم عظيمة جداً وتقيلة جداً والموضوع كان ليه أصدق كمان كبيرة يعني أنت لما تيجي مثلا نروح ليه أول صحيفة معانا هي ماركة الإسبانية تحدثت كده تحديد قالت الأهلي بيقصي اتحاد جدة والشناوي بيتصدى لبنزيمة والشحات وكهرباء يتعلقان نفس برضو الأمر كانت صحيفة هنا سبورت الكتالونية قالت أو تحدثت عن إقصاء بنزيمة ونجوم الاتحاد رغم قوتهم الشرائية ودي النقطة اللي أنا وكريم تكلمنا وحضراتكم عليها فكرة رأس المال مش دايماً بيحدد النجاح أبداً أبداً يعني ماروش علاقة رأس المال أثبت نجاحه حتى عالمياً في بعض الأندية وعلى الصعيد الثاني لأ يعني منشستر سيتي ممكن تقول بي أس جي مثلاً لا بريس سان جرمال ما أثبتش نجاح وهكذا حتى في صفقات يعني على الصعيد الفردي برضو في صفقات بأرقام كبيرة جداً نجحته صفقات لا فرأس المال لوحده مش كفاية هي دي النقطة الأساسية لقطة كمان هنا نحن نحن بنتكلم أنه كان فيه فيديو تحديداً لبنزيمة وأنا شوية مختلفة مع اللي قاله بس يعني أوكي قال لك أنا مش عارف الأهلي لكن وجوده في البطولة يعني أنه قوي أنا مش عارف إزاي برضو لعب عالمي كبير متابع العالم والقرى العالمية يبقى مش عارف نادي بحاجة من نادي الأهلي بس أنت مش بتكلم عن نادي يعني محترامي الشديد حتكلم فنياً قليل مثلاً مش مدياما مثلاً يعني فهم أو يونج أفريكنز مثلاً يعني إحنا بنتكلم عن نادي الأهلي أنا مش بقلل منهم بس أنا بتكلم تاريخياً ونسب مشاركة في بطولات عالمية وإفريقية وهكذا ممكن أبقى مش عارفه لكن النادي الأهلي لما أنت مش متابعك كريم بنزيمة يعني ثالث العالم قبل كده ورابع العالم قبل كده وأكتر من مرة ثالث العالم يبقى أنت فعلاً مش متابع بقى ولا أنا غلطانة بصي لو افترضنا يعني معلش زي ما تعرفش النادي الأهلي لو افترضنا جادة لأنه كان صادق في اللي هو بيقوله ده وأنه ما يعرفش النادي الأهلي أعتقدوا لأخذ ما يكفي من الفكرة فكرة كافية جداً عن النادي الأهلي وعرف مين الشناوي وعرف حاجات كتيرة قوي بس طبعاً أنا هرجع أقول تاني تأكيد يعني صوتنا مش هيوصل لكريم بنزيمة بس يعني إحنا بنرد بالمنطق يعني إزاي برضو لاعب عالمي ما يعرفش مين واخد كاس العالم للأندية أكتر من مرة كتصنيف ثالث وأخيرها رابع يعني على كل حال حمشيها كده بس فعلاً زي ما أنت بتقول أدي عارف المنتهى البلاغي اللي في الدنيا هو نفس المحتوى اللي هي قالتها لحضرتكم دلوقتي بس بسيغة أكثر اقتضاباً يعني واحد في الفاصل بتقول بقى يا كريم بنزيمة مش عارف الأهلي ماشي يا بنزو كانت بليغة جداً بنزو خد فكرة وحيقلعب اللي جاي بعد كده إن شاء الله في حل وجوده فأي ماتش ضد النادي الأهلي على فكرة طبعاً صحب كتير الحقيقة وقفت عند هذا اللقاء اللي حقيقة كل أشاد بأداء النادي الأهلي وكلم كتيرة ألف جرائد كتيرة من ضمنها على فكرة صحيفة جارديون البريطانية قالت إن النادي الأهلي بصوا بقى حضرتكم المصطلح ده أرسل الاتحاد خارج مونديال الأندية وطبعاً كان فيه إشارة لركلة الجزاء المهضرة من كريم بنزيمة وعربت الصحيفة كمان عن دهشتها من خسارة كتيبة الاتحاد رغم امتلاكه مجموعة من أهم نجوم العالم بقيادة بنزيمة وكانتي وفابيني وطبعاً بالإضافة لاستضافة الحدث كون الفريق هو حامل لقب الدوري السعودي وكمان علق موقع اسمه The Atlantic البريطاني هو موقع بريطاني علق على نتيجة هذا اللقاء بصورة لبنزيمة بيتحصر فيها على إهداء على إهدار ركلة الجزاء وكانتي كان بينظر إليه كده نظرة كلها شجل في نهاية الشت الأول وقال كمان الموقع إن كريم بنزيمة بيهدر ركل الجزاء والأهل يصدم الاتحاد المملوك لصندوق الاستثمارات العامة السعودي ويخرجه من كأس العالم للأندية كمان خلينا نروح كده ناخد نظرة سريعة على الصحف السعودية عشان برضو أكيد تكلموا في أكتر من صحيفة خلينا نروح ليه صحيفة أو جريدة الرياض تحدين هي قالت يعني ليلة الجوهرة حمراء ثلاثة ثلاثية الأهل بتنهي أحلام اتحاد جدة الرياض كمان قالت الأهل بيقصي الاتحاد والجريدة الاقتصادية قالت السعودية أو كتب الكلبة قالت لك إيه الاتحاد يغادر المونديال بعد خسرته من الأهل وموقع العربية قالك الأهل يتلاعب بالتحاد جدة وغيره غيره من السحف اللي كانت موضوعية جدا وكانت يعني عندها مصدقية في المنشتات لأن فعلا اللي حصل كان كبير واللي حصل كان مش متوقع من الجانب تحديدا كمان السعودي أبدا يعني فمبروك علينا مرة تانية وإن شاء الله القادم يكون بنفس المستوى اللي لم يكن أفضل كمان يا صباح الخير يا صباح السعادة على جميع أعضاء النادي الأهل في كل مكان يا رب تكونوا بخير يوم جديد مع تمارين جديدة مع كابتن كاريم سانتس إن شاء الله النهاردة هنأخد تمارين معنا إن شاء الله أربع تمارين أو خمس تمارين للجزء العلوي اللي هو الشست والتراي والشولدور والبايسيبس أوكي هنبدأ نعملهم بأول شكل إن إحنا هنأخد الدومبلز أو أي حاجة ممكن حتى أنا مش معايا ويتس ممكن أخد داستين مية أي وزن أشتغل به إن أنا هبدأ أول تمارين إن أنا هبدأ إيدي كده أشتغل للشولدور واحد اتنين تلاتة أخد نفسي كويس وشغل نفسي معايا أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر أهم حاجة نفسي معايا بردو عشان أزبط النفس عشان ما أتعبش جامد قوي في التمرين تاني التمرين هبدأ إن أنا أخد الجولدور بردو بس لفوق هبدأ واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة أهم حاجة نفسي معايا ده أول حاجة بالنسبة للشولدور هبدأ إن أنا أخد لعدرة الباي سيفس إن أنا هبدأ أخلي الويتس كده هبدأ أطلع واحد اتنين تلاتة أربعة وأما حاجة إن أنا أخد لبرضو ركب فيها صوفت شوية عشان ما أحملش عمفسها الركبة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة ده بالنسبة للباي سيفس ممكن هاخد التمرينة برضو تراي سيفس إن أنا هبدأ أنزل أطني ركب سنة أفرد دار شوية إيدي هتكون تسعين درجة كده وهبدأ أزق الورا واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة وكده نكون دول خلصنا تمارينة بتاعتنا بتاعتنا النهاردة إن شاء الله شوفكم تمارين جاية جديدة وإن شاء الله نشوفكم في يوم جديد شكرا نرحب حضراتكم في الفقرة الأولى وحنتكلم تحديدا عن الخماسي الحديث وإزاي بيتم إعداد الأبطال أصلا من الناشئين أساس أي حاجة دايما من نتكلم أن هي قاعدة الناشئين فيها إعدادة اللي بيخليك تتطمل على الفري الأول وعلى المنتخب بعد كده وكمان على مستقبل الرياضة دي تحديدا هنتكلم في كل ده بس خلينا في البداية نرحب بديوفنا خلينا نرحب بالبطلة فريدة خليل لعبة منتخب مصر لي الخماسي وبطلة العالم تحت 17 سنة صباح النصر صباح الهانة يا فريدة وكابتن خليل أبو هاشم هو والد فريدة وفي نفس الوقت المدير الفني الخاص بها سواع الخير يا فندي أهلا بيكم طول فترة الفاصل يا حضرات كان فيه يعني كل الزمرة تقريبا بيحاولوا يفرشوا الميدليات الكتيرة جدا اللي ماشاء الله حصرت عليها يا فريدة لإذا المكان مش هيكفي ففي شنطة رجعت فيها ملايا قل عم بيته أنتم بيت ميداليا فاحنا بنتكلم على بطلة عالم بسم الله وماشاء الله احنا سعداء جدا بيكون حضراتكم معنا نورانا يا فريدة أهلا بيكي ولازم نبتدي بقى مع حضرتك بالسؤال اللي اعتقد ان هو عايبقى تقليدي أو في الحالات اللي زي كده كون ان حضرتك المدير الفني الخاص بيها ففكرة الأب اللي حريص على ان بنته تعيش تفاصيل مرحلة سينية اللي هي فيها حريص ان بنته تكون متفوقة دراسيا وفيش حاجة تخوضها من التفوق الدراسي وفي نفس الوقت حريص على ان هي تستمر في تفوقها الرياضي وزنت بين التفاصلتين دول ازاي والله هو الموضوع صعب جدا بالنسبة للخمس الحديث زي ما حضرتك عارف بتكون من خمس ألعاب كون ان خمس ألعاب بياخدوا وقت كبير جدا عشان حضرتك توصل لمستوى بطولة عالم أو تطلع لمستوى لان انت تقتلي بتأهل نفسك لأولمبياد كمان 4 سنين في كذا بلان لازم تكون حطوطها قدام الموضوع ده في الخمسي كبير يعني خمس لعب كتيرة على شخص واحد نو يقدر تمررهم كل يوم فوظيفة المدير الفني اكتر حاجة نو بيعمل لها الموعدة البلان بتاعتها الأحمال الكلام ده طبعا الموضوع مسهل كفريدة فريدة 12 سنة عاملة السنة دي أول 17 سنة بتنفس على 19 سنة بالتوب 3 بتنفس على 21 سنة بالتوب 10 فالدنيا الحمد لله مستقرة جدا معاها عن المستوى الكبار كمان عن مستوى الدولي حتى على السنة حتى الحمد لله رقم واحد حتى رقم واحد على万توضع في السنة بالضبط أكتر من ضبطني حتى بتنفس في السينورز كمان دلوقتي الحمد لله متوب سكس على مستوى مصر في السينيورز ودخل بطولات عمل سينيورز قبل كده ودخل سينيورز في شهر واحد وشهر تلتة على 2 فهي الحمد للمنظوم مستقر معها بس ده طبعاً وراء جهد كبير منها جداً 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 وتزبيت موعيد ودروس ومدارس لأنها لسه سنها صغير طبعاً طبعاً يعملوا بقى حضرتك ومامتها؟ بالضبط كي طبعاً مامتها عشان نيجي لحق مامتها هي بشكل العيب الأكبر يعني لأنه الوقت الشغل برضو بتاعم بجانب أنها تمرينها غالباً كبيرة جداً من 5 الفجر بتبتدي بتنهي يوم عشرة يومياً بقى حتى أيام الدراسة؟ حتى أيام الدراسة خمسة المدرسة طبعاً ليها عامل كبير في مساعدة طبعاً فريدة طفرة موجودة عندنا في مصر فكل الناس بصراحة بتساعدني يعني بيبتداء من المدرسة النوتر دام بتاعتها السير بتاعتها بتساعدة جداً عندها مدرسة صعبة أصلاً فرنش فمدرسة صعبة أساساً بس هم بيحاولوا يساعدوها لقد ما بيقدروا وكان هي بطلة كبيرة طبعاً عندها حاجة بتفوتها بترجع للسير تديها الدروس بعض الظهر تدي بتاعتها بيساعدوها في جداً عن طريق الاتحاد الوزارة والمدرسة فطبعاً ده 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 ضغط عليها برضو يعني ضغط عليها مش سهل يعني برضو يعني بصراح حضراتك الموجود لو حضراتك أياً كان البريشور اللي أنت عليه بس أنت حابة اللي بتعمليه الموضوع مختلف تماماً طبعاً طبعاً مش أي حد يقدر يستحمل بريشور حتى في شغل في الحال شخصية في أي حاجة أنت لو بتعملي حاجة أنت حبها هتحسن البريشور ده بيس أوف كيك يعني بالنسبة لك أنا لأ أنا عندي يا نقدر عمل صحيح أنا ما قدرش عمل يا نقدر نفس هي اللي بتجبرنا إن إحنا نروح للمرحلة اللي بعدية اللي قدامك اللي بيجبرك هل أنت جاهز للمرحلة دي ولا أنت تقدر تأخذ one step back نرجع خطوة غارة نبتر نقايم الأوضاع الكلام ده هي كل مرة بالحمد الله وفضل الله بتدينا فرصة نحن ناخد لا إحنا ممكن نمو فورورد طب ليه لا أبطولة تعلم 17 سنة طب ليه لا أما نروحش 19 سنة هي اللي بتعلي شقفة محكو يعني زي نادي الأهلي كده لما كنا نتكلم آه فهي فريدة بتكل مرة بتفوق توقعاتنا الحمد لله فضل الله ودي نعمة كبيرة كبيرة جدا وربنا ربنا حافظ عليها من أي إصابة وتمشي الموضوع مستقر طبعا بإذن الله بس هي كل مرة الحمد لله بتبقى أدى توقعات كل مرة هي اللي عاوزة تروح كل مرة بتعشق حاجة اسمها بطولات فبالنسبة لها الموضوع هي اللي حباها بس ده ما بيجيش من فراغ بردو يعني هل حد في العيلة هل حضرتك ببقى أنك المدير الفاني الخاص بيها كنت بردو في الرياضة دي وانت صغير يعني خلينا نعرف البيجرامت على الفاملية أو بتاع العيلة أنا والدتها رياضيين وعلى مستوى دولي في الرياضة التانية آه في الجودو بس أنا كنت بلع بردو خماس عسكاري وكده فالموضوع بالنسبة لنا هو أساس حياتنا الأخواتك كمان أبطال عندها أخواتك كبير عمار بطل أفريقيا خمس مرات من الناس اللي اسمه عمار؟ عمار محمد أبوهاشل خليل أفريقا عمار حرم الحمد لله عمار برضو بطل أفريقيا جودو خمس ست مرات مشارك في بطلتين عالم من الناس الوعدة جدا في مصر ان شاء الله ان هو يحط مديري أولمبيا في عشرين تمانية وعشرين بإذنك يا رب بإذن الله بيحاول يتقهل لأولمبياد باريس هو 17 سنة صغير بس ان شاء الله برضو بمساعدة بمساعدة الناس هيقدر نوعي يحط حاجة كويسة جدا العيلة كلها باسم الله مع شرطها يونس والوالدة والابنة يونس أخوها برضو يعني ما كانتش ديك مفرر انك ما ترتيش رياضة يونس كمان لعيب سلاح كويس جدا الأول على مرحلته ربنا يكرمنا كده في فكاس عالم طلع يعني بيلعب بطولات أوروبا والحمد لله برضو حد كويس جدا هي الرياضة هي جزء من حياة العيلة بصراحة يعني هي جزء من حياة العيلة تتلين بيت حدوكم معسكر عبا اه على طول مغلق هي البيت حبيب اللي بيحصل هم ترابوا فيه أرياضية بحتة فطلعين بالمنظر ده يعني هم طلعين عندهم بلانينج شوية خلو جدا عايزين نسمع من فريدة بقى شوية برضو يعني خلينا احنا نعيش معاك الفترة اللي ابتديتي فيها وبعدين ابتديتي النجاحات تيجي كمان والضغطات اللي كنت بتتعرضي ليها والبالنس ما بين المدرسة يعني بص يحكي لنا كل حاجة احنا عايزين نسمع منك لان انتي برضو سنك مش كبير بس اللي انتي بحققات كبير قوي فهي معادلة طوال مش سهلة لما كل مساعدت بابا ليه في تنظيم الوقت وانا نسألت ودعت خماسي تعودت بما بعدها ابتديتي عندك كم سنة؟ فالفين وثمانتاشر يعني مش من بعيد قوي مع أبو السبع سنيني أول بطولة عالم لعبتها كان عندها ثمان سنين أول مدلت بطولة عالم أول عالم كانت ثمان سنين عمل سلط مدرسة بس كان المرحلة الصغيرة ثمان سنين تسع سنين عشر سنين حداشر سنة المفروض نماليون بطواتي على حاجة اسمها سنائي وسلاسي فدي بتبقى بداية الجميل في الخماسي الحديث الاتحاد عندنا بأهل الأولاد بدري عشان يليم خبرات دولية كبيرة والاتحاد الدولي كمان بيدعم إنه يبقى فيه خطة لإعداد السن المبكر ده في حاجة اسمها السناسي والسلائيس يعني السباحة وجاري ورماية فريدا لما ابتدت في المرحلة الصغيرة دي بدأت تشوف بطولة عالم وبدأت لقي نفسها أنا موجودة قدام فبدأت تعلي من إمكانياتها ومن طموحاتها يعني في البطولة عالم عشان الله كل مشاركاتك في بطولة عالم ومحدودة كبيرة بتستعد إذا هي بقى قبل كل بطولة كبيرة من دول يعني في التوارين بعمل بشوف الأرقام وبزبط طبع الحملة يعني قبل البطولات تعني عشان ما يحصلش إصابة أو أي حاجة طب وبعيدا عن البطولات انتي يومك عامل إزاي كده من أول ما بتصحي بتصحي إمتى بتعملي إيه طبعا بصحى الساعة ربعة ونص كيبعا بيبعاني دامرين الفجر سباحة عالم بطلع ساعة عالمدرسة بإما بطلع على تمرين الجاري الصبح وساعة بخلص يوم الصبح وساعة بخلصه بالليل ايه أكتر رياضة من الخماسي انت شطرة فيه الابستيكيز والسلاح والرماية والجاري والسواحية كله الله دا كله هي اللي بيميز في ريدة الحمد لله وفضل ونعمة كبيرة ان هي دايما في يعني هنا بقول لكل العيف الخماسي بالذات انت عندك هم خمس لعب الشرط بأول في كل لعبة بس شرط انت كن متميز في كل لعبة ممكن يبقى فيه حاجة أقل من حاجة أغلى من حاجة حسب الأرقام هي ما شاء الله الحمد لله انت في خمس لعب متميزة يعني فوق التسعين في المئة يعني من توب سري على مستوى العالم في كل لعبة يعني في السباحة مثلا اخر بطولة 21 سنة حتى تاني رقم في السباحة على 21 سنة هنيجي مثلا للسلاح ما شاء الله في 17 سنة وتسعتاشر سنة 21 سنة وحتى في السمي فانس دايما تقوم توب ثري توب فور على مستوى العالم في السلاحة هنيجي نتكلم على الجاري رقمها من أحسن 3 اربع أرقام على 21 سنة مثلا في الجاري في الجاري والرماية فالأوبيستيكل هي أحسن رقم يعني هي أحسن رقم يعتبر الحمد لله وفضل الله على مصالة على الموانع وممكن قوم من التوب سريع على 21 سنة فإنت بتتكلم أن إحنا ملعب اللعبة رقمية في الأول وفي الأخر فهو رقم بيقول أنا مستوى وأداء عمل زي بالنسبة لمنافسين الرياضة دي فيها احتراف فيها مساحة كده ولا طبيعة الرياضة ما فيهش مساحة أول والله إحنا ما قلناش للكاتيجري يعني ما بصناش إحنا نطلع بره الزون اللي إحنا موجودين فيه لأن إحنا أهدفنا مختلفة خالص عن قصة الاحتراف لأن الهدف الأول الأساسي الفريدة بإذنك يا رب عندنا أهدفين لومبياد 2026 و2028 مدليتين فالهدف ده كبير أوي محتاج شغل كبير أوي فما وخرج لاش بره الزون نحن ندور على حاجة فيها احتراف بره فيه احتراف متهيقلي فيه ناس بتسافر بره بيجي لها سكولرشيب بس في مرحلة متقدمة بعد السنوية العامية بيجي لها سكولرشيب بره تبتلي تدرس بره وفي نفس وقت تتمره وتلعب البطولات إذا كان في أوروبا إذا كان في أمريكا لكن لما ده يحصل إن شاء الله فرصة الاحتكاك مع الدول اللي ممكن تبقى أكثر تقدماً في الرياضة دي عننا بتبقى محصورة في المنافسات بص هو اللي أنا هقوله ده يكاد يكون بالنسبة لفكر الرياضة في مصر صعب شوية بس هو ده الحقيقة اتحاد الخماسي المصري هو من أحسن الاتحادات على مستوى العالم أنا لفت كتير يعني رحت كتير دور الأوروبية رحت كتير دور قعدت فترة في بره مصر الاتحاد الخماسي مش عشان أنا بلعب معي فعلاً هو أقوى اتحاد في العالم في الرياضة فده حاجة يعني مش طبيعية مش طبيعية كمنظومة في مصر يعني لما أقولك النهارة الاتحاد الخماسي بس هو النجاح بتاعه معلش كابتن خليل بيقاس بي حالك بتتكلم مثلاً على إدارية نفس الوقت الشق المادي مثلاً توفير الشق المادي اللي هو بيسمح لنا نروح معسكرات وبيغطي كل النفقات وبيجيبك إدارة كمان وجهاز فني يعني على الأعلى مستوى نقول لحرم طريقة إدارة الاتحاد نفسها من كابتن شريف العريان طريقة مختلفة جداً طبعاً في صعوبات عشان ما بقاش أنا بأتكلم بقول يعني بحال السرعة مش وردية وفي صعوبات كبيرة بس رئيس الاتحاد فعلاً بيدير المنظومة بطريقة مختلفة عن كل الرياضة زي ما أقول لتحضراتك ابن الكبير في الجودو ابن الثاني في السلاح وما فيش حد حسناً حسناً بس نحن بنتكلم دلوقتي أن الاتحاد الخماسي لا هو في مرحلة كبيرة بعيدة جداً 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 في تفكر الرياضة باللزمة للعبين يكون بيطلع لعبنا شيئة 12 سنة بتجيب أول 17 سنة ده يعني مش طبيعي يكونوا بيطل واحدة زي فريدة النهاردة بعدها لأولمبياد عشرين ستة وعشرين نقابليها بسنتين والنهاردة دخلت 17 سنة وكل ده بالنتاج المحلية يعني هي فريدة في النتاج المحلية رقم واحد مثلاً في 17 سنة أو رقم اثنين رقم واحد وعشرين سنة هي من التوب ثري وانتوب فور فإحنا النهاردة فيه أول حاجة إحنا زي ما قلت حركية لعبة رقمية فأرقامك هي اللي تخليك تلع والمعسكرات اللي بتبقى سابقة كمان تحديداً لقبل الأولمبياد بتبميز زي بصي إحنا ديس ما دخلناش في مرحلات أنا نفسي الخش طبعاً ربنا يكرمنا مخش في مرحلات المعسكرات طبعاً إحنا عندنا ناس مؤهلة دلوقتي بإذن الله يعني عندنا أحمد الجندي مهند شعبان محمد الجندي أسماء مشاركتهم ما قلتش الأولى مهند النهاردة أحمد الجندي مديليا أولمبا النتاج نتاج الاتحاد نفسي نحن نتحدث 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 طريقة إدارة جيدة نتحدث من أحسن الاتحادات والتليل النتاج التي نحن ماشيين فيها للفترة الجادة وأتمنى أن نفضل نستمر بنفس الموضوع هناك عقوبات وصعبات طبعاً هناك صعبات محتاجة معسكرات محتاجة تدريبات أكثر محتاجة دعم محتاجة سبونسور محتاج كل الكلام بس هل في تقصير من القصة لا أولناس بتحاول تودينا الحتة وبتحاول تساعدنا لكن ما فيش حاجة سهلة يعني برضو عادي من باب الفضول حتى عايز أعرف التفصيل لدي حذك مدير فني خاص بيها بفريدة هل عمل نفس الشيء مع أخواتها في الرياضات طبعاً كل الرياضة أي مستوى حضرتك لازم يعني أخوها مثلاً لازم يبقاله كل يوم سكاديو حتى لو هو بلعب لعبة واحدة اللي هي الجودو لكن هو ليه سكاديو الكامل ليه أنه هو في طريق تدريبه وفي معسكراته نحن نتكلم على أولاد بسم الله ما شاء الله ربنا يحميهم لك ويأخصهم لك يا رب يفرحك بيهم كمان مش أطفال عديم مجرد يمارسوا رياضة نحن نتكلم على أفطال رياضة مختلفة وحضرتك فهمت من سياق كلامك كمان في إجابة على سؤال هاواند من شوية إن كل ده حالك بتعمله إلى جانب شغلك آه بالزبط صح طب أنت بترحق تنام إمتى بقى فهو دي المشكلة ما هي دي بقى يعني يعني هو المجهود اللي أنت بتعمله ده هي فعلاً يستاهل أنت بإيدك ربنا سبحانه وتعالى دي نعمة من ربنا أول حاجة دي مش مش شطرة مني ولا شرم وردتها ولا شرم من أي حد هي دي نعمة من ربنا سبحانه وتعالى ربنا الدهنة وقال لك خد النعمة دي إنت تحافظ عليها إنت بقى إيدك إنت تحافظ عليها وإيدك إنت تدفنها فإنت لو إنت عايز فعلاً تحافظ عليها لازم تبزي المجهود إنت ما فكرتش مثلاً أنت تكتفي بإن هي لليها بطبيعة الحال المدرب المدربين برضا عليهم حملتين مدير فني للمنتخب بس حضرتك فريدة الحمل بتاع كبير أو المنافسات مدرب السباحة هاية لكن مين اللي هيلعب السمفونية بتاعت النغمة نهاية تقدر تتحط في التمرين دا كنوا مشتملين واسه كمان منافسات فريدة النهاردة مبارح مثلاً لعبة بطلطين أول مبارح بطلطين هتلاقي إزاي بطلطين في يوم واحد بقى مش فاهمها والله هو ده بقى الدعم اللي إحنا بنحاول يعني إيه الناس فريدة نتجة كبيرة يعني بتوفيء من ربنا طبعاً يعني هي عندها كان عندها بطولة مثلاً بارح الصبح ليه زران خماسي وبعد دور كان عندها بطولة سلاح الحمد لله يعني إزاي كان اتحاد السلاح كابتن عبد المنعيم ولا إزاي كان كابتن شريف يبقى فيه تنسيئات داخلية بينهم طب خلاص عندنا دي دلوقتي عندنا دي عندنا دي بطلة دولية عندها مراحل معينة دي هتلعب في الحتة الفنية دي هتلعب في الحتة الفنية هي لو تقدر أنا نسمع منك يا فريدة أنت قاعدة سكتة والحلقة دي كلها معمولة عشانك على فكرة خليل نعرف منك يعني بطلتين في يوم واحد دي حاجة صعبة جداً يعني أنت أصلاً عليك ضغط أكيد كبير أنت بتحسي بإيه بتجهزي زي ما كريم كان بيقولك بتستعدي لده إزاي يعني بينك وبين نفسك حتى بتقولي نفسك إيه الموضوع مش سهل خلي بالك يعني هو أنا أنا اللي أعايز ألعب البطولتين إحنا كنا عايزين نلعب الليزر رون بس الصبح وما نلعبش السلاح يومن كانوا عايزين يلعبون الصبح بس أنت قلت يعني عايز ألعب كمان أه فاتكلمت مع كابتن طبعا كابتن شريف قلت له هو كابتن المزير الفانيلي بتاع السلاح قلت لهم لأ أنا عايز ألعب الاثنين فاتفوا خلوا بطولة السلاح بالليل وبطولة الليزر رون حلو طبعا أنا عايز أسألك بقى حاجة يعني أنت درباتي بطلة ما شاء الله يعني رياضية كبيرة جدا وبتمثلي مصر في محافل كبيرة يعني بطولات كبيرة عايزة تعملي قدام يعني عايزة تكملي مثلا في الدراسة تبقي بتشتغلي شغلانة معينة ولا عايزة تكملي في الرياضة ومع الرياضة تبقي برضو بتشتغلي بس بتشتغلي في المجال الرياضي بتاعك نفسك في إيه أولا حلم كبير طبعا أولمبياد دكار عشرين ستة وعشرين ولوس أنجلوس عشرين ثمانية وعشرين تمام طبعا مع الدراسة أيو عايزة بإيه عايزة تدريسي إيه أصلا أنا من أولا صغيرة عايزة بقى دكتورة يعني بص كمان يعني الدراسة صعبة هي شطرة هي شطرة الحمد لله هي شطرة كمان هي الحمد لله زي ما قلت حضر لك يا نعمة من ربنا سبحانه وتعالى فهي عندها أحلام وهي بتصيرفايف للأحلام دي ومشروع لأننا مؤمنة بحاجة دايما منشوفها أنا وكريم كتير في ديوفنا الناجح في مجال معين هتلاقي ناجح في كل حاجة يمكن تلاقي مثلا بطل رياضي ناجح في الرياضة وفاشل مثلا في حياته الاجتماعية ممكن يبقى على حساب حاجة بس يمكن تلاقيه فاشل ما مش هتلاقي لغة الفاشل موجودة فممكن جدا بس تب إيه بقى النفسي هينفع جدا في الزمن اللي احنا هتنجحي تنورتونا والله خليك سعادها جدا بالنجاحات اللي هي بحققها وبإذن الرحمن تحقق كمان المزيد من النجاحات الفترة الجاية وربنا ينوّل هالك البداليات التوليبية اللي اتي حطها تارجد دي إن شاء الله إن شاء الله نورتونا على حقيق كابتن خليل ونموذج مش هقول لبطل بس هقول لبيت مصري ناجح فريدة لعيبة نادي الأهلي في السباحة بطلة مصري في السباحة برضو فهي لعبة نادي الأهلي للسباحة ومبسوطة جدا في نادي الأهلي وهي تلعب خماسي نادي الشمس نادي الشمس ما تأخرش علىها في حاجة برضو في الخماسي فأحاجة جميلة تطورتو قناة نادي الأهلي شكرا جزيلا هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل الكلام خليكم معنا في ناس كتير بتشوف إن النادي الأهلي هو المصدر الدائم للسعادة وفي ناس تانية بتشوف إن النادي الأهلي هو السعادة ذات نفسها وطبعا المشاعر اللي من النوع ده بتتألق أوي لما بنشوف النادي الأهلي هو كمان بدوره بيتألق ولا سيما لو كانت مشاركته في بطولة بحجم وبثقى الكأس العالم للأندية بيظل النادي الأهلي كالعادة حكاية وبطولة ومصدر دائم ليه الفخر لكل الأهلوية عبر كل الأزمنة شفنا مع حضراتكم مات شراء على النادي الأهلي طبعا أمام اتحاد جدة هنتكلم بقى في الفقرة دي عن هذا اللقاء وبالتفصيل وكمان عن استعداداتنا إن شاء الله للقاء القادم مع فلومنينسي طبعا كلام كتير هنتكلم فيه مع ضفنا اللي منورنا الأستاذ سامح سمير الناقض الرياضي يا صباح الخيرات وأهلا بك صباح الفل عليك يا أستاذ كريم وصباح الفل عليك يا أستاذ أنا وان أهلا وسعداء بوجودك معنا لأن برضو التحليل معاك والقراءة بتبقى مختلفة وعندنا نقاط كتير عايزين نتكلم فيها والصحف قالت ايه والناس تكلمت ازاي واللقاءات اللي كانت قبل الماضي طبعا كل ده مهم جدا بس اسمح لنا سريعا هنروح دلوقتي نتابع أخبار النادي الأهلي و الفرع المختلفة هتكون معنا هنا أبو القاسم موجودة في مقار النادي الأهلي بالجزيرة سريعا جدا وحنرجع نكمل صباح الخير طبعا عليك يا هنة وسمعينك اتفضلي يا صباح الخير عليك وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان بداية أسبوع جديد وعشر الصبح في الأهلي وهنقلكوا بقى كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرق الرياضية المختلفة حيانها وندن الويك أند اللي فات كان ويك أند حافل بالانتصارات لجميع الفرق الرياضية المختلفة وطبعا على رأسهم رجال النادي الأهلي اللي بيفوزوا على فريق اتحاد جدة السعودي بنتيجة 3-1 وبيتأهلوا بقى لنصف نهائي طبعا بطولة كأس العالم للأندية عشان يضربوا موعد مع فريق فلام نانسي البرازيلي غدا إن شاء الله الساعة 8 طبعا بنتمنى كل التوفيق لرجال النادي الأهلي كمان بقى خليني أقولك أن أنا كنت متواجدة داخل النادي وتبعت المباراة مع الأعضاء حيات أجواء مميزة جدا أجواء أهلوية خالصة وحب كمان أقولك وكانت موجودة على السوشيال ميديا وطبعا أنه كان فيه كتير من الأحاديث زي ما قلت لكن الأعضاء كان عندهم ثقة أن رجال النادي الأهلي كالعادة هيكونوا قد التحدي وفعلا قد كانوا يقدروا يفوزوا ويتأهلوا لنصف النهائي وطبعا بنتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله بقى ربنا يكملها على خير ويحققوا إنجاز جديد يضاف لإنجازات النادي الأهلي خلونا بقى نروح لأخبار الفرق الرياضية المختلفة والبداية مع الفريق الأول لكرة الطائرة الرجال واللي مبارح قدروا يحققوا فوز على فريق الترسانة بنتيجة 3-0 مباراة كانت مقامة هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة بالتحديد على صالة الأميرة عبدالله الفيصل وقدر رجال الماسترز يفوزوا فوز جديد في بطولة الدوري زي ما قلت فازوا بنتيجة 3-0 الشوت الأول كان فيه ندية كبيرة لكن بقى روح النادي الأهلي قدرت تحسم الشوت بنتيجة 30-28 لصالحهم والشوت الثاني انتهى بنتيجة 25-14 والشوت الثالث والأخير انتهى بنتيجة 25-22 لكي يحققوا انتصار جديد رجال الماسترز سيوصلوا تدريباتهم النهاردة بدون راحة سلبية ويبدأوا مباشرة الاستعداد للمباراة القادمة اللي ان شاء الله هتكون أمام فريق الشمس يوم الثلاثاء القادم أيضا ضمنوا نفسات بطولة الدوري فطبعا بنتمنى لهم كل التوفيق أما عن سيدات كرة الطائرة فأيضا بيستعدوا بشكل قوي النهاردة هيختتم متدرباتهم هيكون عندهم غدا ان شاء الله مباراة جديدة في مباريات الدوري هتكون أمام فريق وادي دجلة هتكون هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة على صالة الشهداء فأيضا طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق كمان خلوني أقولكم انه كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي أمس كان أعلن ان اتحاد الافريقي أعلن ان ان شاء الله النادي الأهلي هينظم بطولة البطولة الافريقية للرجال وسيدات كرة الطائرة البطولة هتكون هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة فطبعا بنتمنى كل التوفيق أكيد هتكون فرصة كويسة للرجال وسيدات كرة الطائرة لأن طبعا الفوز بهذه البطولة بيأهلهم مباشرة لكأس العالم للأندية فطبعا بنتمنى لهم كل التوفيق نروح بقى للعبة كرة السلة والحيان وسيدات كرة السلة حقق وسلسلة من الانتصارات في الويك أند في بطولة منطقة القاهرة أخرهم كان أمس قدروا يحققوا فوز على فريق الشمس أنه الكوارتر الأول بنتيجة 31-13 كوارتر الثاني بنتيجة 45-27 كوارتر الثالث بنتيجة 67-37 وكوارتر الرابع والمباراة بنتيجة 83-45 عشان يحققوا انتصار جديد في بطولة منطقة القاهرة حينما كان عندهم مباراتين يوم الخميس والجمعة وأيضا فازوا فيهم يوم الخميس أمام فريق مصر للتأمين ونهوها لصالحهم بنتيجة 71-35 ويوم الجمعة كان أمام فريق هليوك بلس وأيضا فازوا فيها بنتيجة 91-38 يعني طبعا أداء كبير جدا من سيدات كرة السلة إن شاء الله بقى يستمروا بنفس الأداء كمان شباب كرة السلة 18 سنة قدروا يحققوا فوز أمس على فريق مصر للبترول بنتيجة 52-29 وأيضا ده كان ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة حين شباب 18 سنة في النادي الأهلي عاملين حقيقة موسم كبير جدا يمكن شوفناهم في دوري المرتبط قدروا يفوزوا في جميع المباريات كمان بقى في بطولة منطقة القاهرة ماشيين بخطة ثابتة جدا فطبعا بنتمنى لهم كل التوفيق أخيرا بقى نروح للعبة كرة اليد وطبعا زي ما احنا عارفين أنه فيه فترة توقف دولي بلا فرق كرة اليد بسبب طبعا معسكر منتخبنا الوطني واللي بيدوم الحياة عدد كبير جدا من لعبي النادي الأهلي يعني 13 لعب من النادي الأهلي وأكيد ده بيدل على قوة لعبي النادي الأهلي خليني أفكر حضراتكم كمان بأسماء لعبي الأهلي المنضمين لمنتخبنا الوطني اللاعب إبراهيم المصري عبد الرحمن حميد عبد الرحمن فيصل عبد الرحمن طه عمر كستلو أحمد سيسة محسن رمضان أحمد عادل ياسر سيف محمد مجدي أحمد خيري محمد لاشين وبلال إبراهيم ده طبعا عشان بقى منتخبنا الوطني إن شاء الله هيشارك في كأس الأمم الأفريقية والله هتقوم في مصر من يوم 19 ل29 يناير يعني طبعا بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني لكرة اليد طبعا منتخبنا الوطني قوي جدا في كرة اليد بيكون في أمال كبيرة إن شاء الله بقى يحسموا البطولة لصالحهم نتمنى لهم كل التوفيق يعني يعني هوندو يا كريم دي كانت أبرز أخبارنا النهاردة معيكم طبعا لو عندوك أي استفسارات والآن العودة ليكم مرة أخرى في الستوديو التغطية منك رائعك العائزة بنشكرك جدا جدا أكيد أنا وكريم على هذه التغطية أنا شكرا لك بنجد الترحيب بحضرتك صعداء موجودك معنا وزي ما أنت طبعا متوقع عندنا تفاصيل كتير أو أعايزين نتكلم معاك فيها تخص الماتش اللي فات واللي أصدقه يعني ابتدت بقى تتوالى يعني خلال الكام ساعة اللي فاتت حتى بما فيها الأصوات اللي بتطالب بإجراء تحقيق إن يعني إزاي فريق زي نادي الأهلي ما بيصرفش عشر في المية من اللي إحلى بنصرفه عشان يجيب نجوم عالميين ويعمل فينا اللي تعمل ده ما معناه يعني بصيغة أو بأخرى فرؤيتك للواقع ده إيه لا هو الأهلي طبعا عمل زلزال في كاس عام الأندية طبعا دي مش مبلغة دي حقيقة فعلا لأن الندل الأهلي لو جلنا نتكلم على أربع يعني مش عايزة أقول مكاسب ولكن يعني بقدر ما هي يعني نتائج وصلنا لها بعد مباراة تحاد جدة أنت أولا ظهرت شخصية ندل أهلي شخصية ندل أهلي اللي الناس كلها تكلمت وتحدثت خلال المباراة الأخيرة أين شخصية الأهلي وأين قوة النادي الأهلي والأهلي بيتعادل الأهلي بيتراجع الأهلي بيخسر الدولة الأفريقي الأهلي بيخسر بتلطين في أقل من شهر مع كمان التحاد العاصمة الجزائري في كاس السوبر أين الأهلي وأين شخصية الأهلي فظهرت شخصية الأهلي في المواقف الصعبة كالعادة الأهلي هو كان نجم الشباك في كاس عاملة أندية لأنه خلف مش عايزة أقول كافة توقعات ولكن معظم التوقعات كان فيه رأي عام وإعلام سعودي غير طبيعي طبعا ما تحت جده توقعات وأمنيات كمان عند البعض طبعا حقهم أولا في السعودية إنهم يقفوا خلف فريد تحت جده حقهم إنهم يحلموا إنهم يصلوا لنصف نهائي كاس عاملة أندية ومن ثم نهائي كاس عاملة أندية حقهم بعد الفلوس كتير قوي الملايين اللي دفعت فيه اللاعبين عايز أقولك إن القيمة تسوقية للعبي تحت جده ثلاث أضعاف قيمة تسوقية للعبي نادي الأهلي وفابينيو طبعا برازيلي كان متصدر هذه القيمة فصعب جدا الكفة هنا صعب قوي أمام النادي الأهلي ولكن بعبع إفريقيا ظهر ولكن الأهلي نجح إنه هو يظهر شخصيته أمام العالم مش اتحاد جده فقط فده أول مكسب عودة شخصية الأهلي أمام العالم مش هقول أمام الجميع بقى ولا أمام الإعلام ولا أمام فدور المصري ولا لا لا خالص ده أمام العالم ده رقم واحد رقم اتنين مرسل كولر يا جماعة هذا المدير الفني اللي واجه كم وسيل من الانتقادات غير طبعية تماما كذا مرة قلنا إن كولر مدير فني قوي جدا كثيرا جدا تحدثنا وقلنا إن كولر بيواجه ظروف صعبة جدا مع النادي الأهلي عليكم أن تستوعبوها كثرة البطولات تعاقب المباريات اللاعبين الإصابات استفقات كلام كثير جدا الراجل قدر إن هو يظهر شخصيته عن مستوى تيكتيكي وعن مستوى الفني وعن مستوى الخططي أبهر جمهير الأهلوية وصدم العالم في هذه المباراة لأنها كانت مباراة صعبة قوي ده تاني شيء تالت شيء طبعا كان مهم هي لاعبي النادي الأهلي اللاعبين دول اتهجموا الفترة الأخيرة بشكل شرس اللاعبين دول اتهم البعض منه أنه خلاص على النادي الأهلي الكل ظهر بشخصيته وكهرباء ظهر إمام عشور رجع حسين الشحات أبهر الجميع بهدف عالمي النشطة بكورة مين؟ وتقال على حد معين نشطة بكورة مستوى طبعا وخلاص بقى وقصة انتهت وأثبت العكسة طبعا وبرسيتاو اللي أنا تحديدا رهنت عليه من أين ما جابه مسئماني وقلت أنه هو جناح طائر غير طبيعي طب مش هتراهن على مودست؟ مودست؟ لا لسه أراهن على إيه رجل مئة وتمانين سانية خرج خط هرض يعني أراهن على إيه دوه يعمل إيه برد رجل أعوناية ولا حظه بس هو لوحش في نسخة زاوحش ما تخلينا مسكين لسانة ما تخلينا مسكين لسانة بحلي هليجي للنوطة أنا مش هسيبها هو حظه بها مش هنسيب ألا أفرش هتسيب حاجة أنا عاد أنا عاد أنا جاي أنا جاي وعمل حسابي الملف ده والإسم ده واكل دماغ كتير بالأهنوية طبعا يعني سيء الحظ تخلي مودست رميج نتكلم عنه عشان ده حالة خاصة وحنحكي عنها وهنتحك وهنتكلم كل حال فطبعا وبرسيتاو أفضل لاعب في إفريقيا طبعا دلوقتي داخل القرى وأثبت ذاته بشكل رائع إبداع مع النادي الأهلي عشان برد بس على كل الناس أنت بتكلم إزاي وبرسيتاو إيه وصفقة فشلة ولازم يمشي لا يا جماعة جناح طائر رائع جدا قثرت الإصابات كانت مشكلة عدم تركيزه وتركيز الإعلام عليه كان مشكلة في شكل كبير جدا لكن لما سبت الراجل يلعب ولما الراجل بدأ يبتعد عن الإصابات لما توظف بشكل سليم ومحترم داخل الملعب قدر أنه هو يوريك إمكانياته فالأهلي أبدأ على مستوى اللاعبين داخل الملعب بالمناسبة أجي الرابع جزئي بقى وديه الأهم الجماهير يا جماعة ايه ده تحس أن أنت في أستاذك طاهرة ايه العظم ده ده كان اللي قلنا والله أنا ما حسش أن أنا في السعودية ما حسش أن أنا بلعب مع أفري منافس بلعب على أرضه لا ده أنا مرعب في الملعب ومرعب في المدرجات ومرعب على مستوى الجماهير وكل رياما ده هو ونجوم النادي الأهلي أنه نفسنا نشوف الجماهير بهذا الشكل وده اللي حصل فطبعا ده باختصار اللي حصل في مباراة اتحاد جدة وأهم النتائج اللي وصلنا لكم هنيجي لكل التفاصيل كمان الفنية بس خلينا نعلق شوية على اللي قلته لأن فعلا الموضوع كان مضحك جدا الفترة اللي فاتت بس مضحك بحزن مش مضحك بأبا أن أنت بتشوف حكم على اللعيبة على كولر تحديدا بالقطعة يعني راجل مخراجك من موسم رائع جدا طور اللعيبة بشكل كبير جدا روح النادي الأهلي رجعت عملك بدل السكواد 2 ما بقاش فيه لعب أساسي ولعب بديل كل دا كان موجود ومطروحة طاولة أو على الأرض يجي بعد كده كم مباراة لم توفق فيها فتبتدي الألسنة يا جماعة مشو يا جماعة كفاية عليه كده يا جماعة اللعيبة فعلا زي ما كنت بتقوله الموضوع غريب وغير منطقي تماما أنا ما عنديش مشكلة في الانتقادات بس يوم ما انتقد أنتقد بمنطقية أو بمنطق عشان حتى يبقى فيه حاجة تتفهم من الكلام أو من النقد فحاجة غريبة جدا عليها لم تستفهمها وتحصلش غير عندنا بالمناسبة منشوفش ده في الخارج النقد اللازع السريع في الحكم إيه ده يعني دي كانت غريبة بس الحلو الكامباك بتاع النادي الأهلي وفي الوقت المناسب يعني هو إيه لعب مباريات سهلة بس ما قداش الشكل المناسب لجيبها في المباراة المهمة انفجر انفجر أنا بس الآن على اللي جاي مش ألق اللي هو عدم الثقة ولكن ألق في فكرة أو في نقطة أننا دلوقتي بعد ما قدمت المباراة قوية جدا المعنويات ارتفعت والثقة زادت هيؤثر على مباراة غدا بإذن الله مع بطل أمريكا اللاتينية اللي أنا بالمناسبة فزت عليه قبل كده ولا بالعكس هتبقى دفع عشان أبني عليها دي بقى النقطة الفصلة اللي احنا محتاجين نتطمن عليها لا هو فلومينينسي تقريبا كان تقابلنا معاه سنة 61 أو 63 أعتقد قد مباراة ودية هنا على سل القهراء واتغلبنا 2 واحد كان ساعة محمود الجواري فزنا عليه قبل كده وطريق سليم تقريبا يعني دا انت كان 62 دا زمان قوي لا خش معي قدامش اطلع لقدامش خش هنجيبك خش هنجيبك عشفاك رسالك كان بزبطه بس اللي هذا ما كانش بعيد لا 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 لكن احنا لو تكلمنا على مستوى مباراة بكرة إن شاء الله نادل أهل كبير يا جماعة كبير بمعنى إيه بمعنى أننا بتعامل مع كل مباراة لحدة مع كل بطولة لحدة هو دا الأهل اللي كان بيلعب بيلعب في دور مصي أقول المالح خالص أو مع مدياما أنا ما قمتش مدياما دا مضيقني خالص مش قادرا نساء الله ولا ماتش هنجي أفريكا نزل انت تعليلتي في واحد واحد يعني كسبانا واحد صفر وتيجي يا كريم في آخر دقيقة يعني بنتتعادل وبتطلع برضو انت يعني خلاص والجميل وقف في المدرجات طبعا رصد الإعلام هجوم بعض الجماهير على مرسل الكولر الواجب الواقف في الملحب إيه جماعة اللي بيحصل لي دا أنا فجأة كده بيت اتهاجل من الشاكة دا دا جلوك خمس مطلقات يا بقوا منين دا جلوك خمس مطلقات النقطة اللي سألتك فيها ان هوان دي من شوية فعلا تستحق لان احنا نوقف عندها لان بقنا بنشوف ان احنا بنحكم وبنقيم بالقطعة لو القطعة عجبتنا بنرفع صاحبها اللي هو طبعا كولر في الحالة دي سابع سماء ولو القطعة مش على هوانة بنشكك في جدوى وجوده وبنطالب برحيله لا هو للأسف احنا عودنا بص الشعب المصري الشقيقي تعود على حاجة حلوة حاجة جميلة جيدا وبعضه بلاش كله عشان يعني اكيد بعضه طبعا بعضه طبعا تعود على ان هو يحاسب ويحاسب بالقطعة دا تعودنا والإعلام عوده على كده وبعض الأندية وبعض رؤساء الأندية معتوضين تعودوا النادي انك تتعامل بالقطعة وانك تتعامل بالمباراة وتعامل اللعيب بالمباراة وتعامل المدير الفني وتحاسبه بالمباراة ممكن تفسق حقدة عشان مباراة ممكن تجي مدير فني جديد عشان مباراة دي مش ثقافة يا جماعة تماما ندل أهلي لا يتعامل بمثل هذه الثقافة اللي أنا أعتقد أنها ثقافة يعني إدارة ساذجة إدارة لم تنجح إدارة ستفشل هذا شفناه على مستوى أندية حتى كبيرة إلى الآن مش نذكر أسماءه لكن لما تيجي تبص على ثقافة النادي الأهلي ومشواره وتاريخ نادلالي نادلالي بيصبر قوي بيختار بيصبر لحين اختيار مدير فني كف ولو شعر بأن هذا الاختيار يعني مش في محله أو مش في مكاني مش في مكانه بيصبر على العينب كمان طبعا صبر على فلافيو أديه لحد أفضل مواجه في مصر صبر على عصام الحضر يأديه جماعة وهو حالس مرمى وأصبح السد العالي وعلى بيرسي تاو وعلى بيرسي تاو جثير جدا وعلى مودرس وعلى حسين الشحات كمان بالمناسبة لحد ما رجع بقى حسين الشحات وأصبح يليق بارتداء تيشرت النادي الأهلي ولكن للأسف المحاسبة بالقطعة هنا بقت زيادة الصوت العالي بقى كتير أننا لما حب أهاجم عشان يتقال اسمي أنا سامح سمير هاجم كولر أنا سامح سمير هاجم النادي الأهلي سامح طلع في قناة كذا وقال كذا ركوب الترند بقى صعب الهجوم بقى صعب لكن لما تيجي تتكلم بالورا والألم تتكلم بالمنطق طب بالراحة نتكلم مع بعض كولر من أفضل المديرين الفنيين حاليا في مصر كولر من أفضل المديرين الفنيين اللي جوم النادي الأهلي اللي عايز يطلع ينظرني عن هو يكلمني ليه؟ هكلمك بالأرقام مدير فني جاب لك لعلامة الكاملة خمس بطولات في موسم يا مؤمن في موسم أنت طالع منه خسران بطولات طالع منه عندك كمية لاعبين مصابين عندك إجهاد محتاج صفقات كثيرة جدا ما عندكش مهاجم صريح ورأس حربة يعني معلم تقدر أنك أنت تجيب بطولات أنت لايك كاس عامل الأندية السنة دي ما عندكش رأس حربة خليلها منطقين يا جماعة مدست رغم أنك أنت بتحلم وقولنا هنتكلم عنه ولكن لسه ما عندكش رأس حربة كهربة مهاجمش رأس حربة صريح صلاح محسن أنت بتجيبه وبتعافر هل هتقدر مش هتقدر وستبعدته تماما عن قيمة الكاس عامل الأندية فانتريح ما عندكش ولكن بتلعب كرة حديثة بتعتمد على انطلقات وتعتمد على التصويبات وتعتمد على مهارات كهرباء وإمام عشور وحسن الشحات وبرسيتاو عشان تقدر أنك في آخر تسجل وتفوز فأجي في وسط كل هذا الكلام أعاتب على كولر والراجل بيبتدي موسم طبيعي جدا أنك أنت بتبتدي سيزو المستواك أقل بتبتدي لسه بتجمع الشيطات نفسك بتلملم أوراقك لديت نفسك داخل على الدور الإفريقي وبتلاعب سانداونز ولديت نفسك داخل على دور الأبطال إفريقيا ولديت نفسك داخل على كاس عامل الأندية وتعالى بقى حسبك يا كولر لا يا جماعة الحساب مش بالقطعة صحش هي نقطة لازم نعيد فيها شوية أعتقد أن الإعلام عليه مسئولية ووسائل الأندية وإدرات الأندية عليها مسئولية إذا تتكلم على نقطة في الإعلام دي ما فيهاش يعني زابط أو رابط خلينا نقول لأن إحنا بنسمع حاجات كتيرة جدا بتتقال وتحديدا بتبقى بتتقال على النادي الأهلي من منابر إعلامية مختلفة بتبقى الواحد بيسمع أو بيتفرق يقول يعني إيه لازمة الكلام ده وإيه لازمة التحليل الغريب ده على كل حال بس عشان النقطة هكذا كلمتي فيها إحنا فعلا وجهناهم كانت سنة واحد وستين بس كانت بوجها فعلا ودية كان هنا عندنا صح يعني ده برضو علشان إيه المعلومات أه لا أنا بحب الدقة جدا طبعا ولا حد يمسك على أحياء حاجة برضو تعرف عني كده طب ده حتى الناس تكون هستغذلك ده طفاص سريع ونرجع نكمل الكلام طيب بنعود لحضراتكم من جديد وخلينا بقى نخش شوية في يعني الفنيات والتفاصيل اللي كانت خاصة بالمباراة لأن برضو فيه استوديوهات تحليلية تلعت قالت لك الأهلي فاز عشان يعني اتحاد جدة ما كانش في أفضل الصور بتاعته رغم أنه عنده طبعا لعبة يعني اللاعب فيه من الواحد ممكن يكون بنص فرق عندنا لكن برضو إده أعذار أن الفريق المنافس مش هو أو يعني ما كانش في أفضل حالاته وأنه هو السبب في نجاح النادي أهلي مش فكرة أن النادي الأهلي يستحق الفوز ولاعب لعب كويس برضو التحليلات الغريبة دي بتشوفها إزاي بص يشوفوها زي ما يشوفوها يقولوا زي ما يقولوا هو بمناسبة عشان نتكلم بمنطق المباراة كانت حتنقلب رأسا على عقب فلحظة تصدي أو قبل تصدي شنو راكمة الجزاء لو كان الهدف ده تم التعادل في الضقائق الأخيرة من الشرط الأول كنت تتلاقي مباراة غير في الشرط الثاني والأهلي كان عنده إيه خطيط في الشرط الأول هو سلسلة إهضار الفرص المسلسة الذي لا ينتهي في النادي أهلي من أياه مسماني بالمناسبة واللي حاول يعالجه كولر أننا إزاي أنهي الهجمة بشكل محترم طليق بكرة القدم قبل أن طليق بالنادي الآلي فكان عندنا أزمة بيرسيتا وراح ينفرد بيضيع كهرابة بيضيع إيه جماعي الحكاية؟ ده أنت كان عندك أكثر من هجمة مرتدة في شرط الأول تجيب واحد واثنين وثلاثة خلص على الفريدة خلص يا جماعة روح نص النهاية وانت مسترية لات نفسك بتضيع جاءت رقلة الجزاء يا شاء ربنا سبحانه وتعالى إن الشنوية تصدى لهذه الرقلة وتبقى تاني رقلة لي في منديال عامن الأندية بعد ما تصدى ليه ريال مدريد في مدريتش وراف عليك يا كريم تم ذكر وكان رائع طبعا الشرناوي استنادي نفس القصة كانت المباراة تنقلب الآلف الشجل الثاني كان غير لأنه استفاد من الهجمات المرتدة وكان بيونهي الهجمات بشكل محترم كهربا نهى بشكل محترم حسين الشحقات نهى بشكل محترم إمام عشور نهى بشكل محترم لقيت نفسك قادر أنك أنت تحرز هدف والتاني وضيعت كمان بالملازمة أنت كم وضعت لها أربعة أو خمسة في المباراة دي جاتنا فرص سهلة جدا لكن في النهاية اللي عايز يقول الأهلي هو في النهاية بوعبع إفريقيا بنزيمة نفسه طلع قال إحنا كان نفسنا وكان فيه أمال وكنا عاوزين وكذا 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 الراجل خد ثلاثة كاسا عمنا عندهم معاناين مدريد وقع مع تحاد جد ده مغلوب ثلاثة ثلاثة من مين؟ من ندل أهلي والتصدي كمان لكورة بتاعته الشناوي طبعا طبعا هو أحرز هدف أشعر بس الراجل يعني مسيرته والتاريخ بالحفاظ على ماء الوجه بالحفاظ على ماء الوجه ولكن في النهاية ندل أهلي كبير بالأداء الليعبه في الملعب بالمجهود المبذول من اللاعبين في الملعب بالنتيجة الكبيرة أنك تكسب اتحاد جد في عقر داره ثلاثة كانش حد يحلم يعني أكثر المتفائلين ولا أكثر المتشائمين في السعودية أو اللي بيشجعه تحاد جد أنه يتوقع أن الآل يفوز بهذا الشكل ودي كانت بينا في النبرة اللي كان بيتكلموا بيها سواء وسائل إعلامة أو حتى الجماهير في المملكة طيب في حاجتين محتاجين نعرف رؤيتك لمرجعيتهم إيه أو لأسبابهم إيه واحدة منهم التفصيل اللي حد تتكلم عنها من شوية فكرة إهدار الفرص في ناس بترجع هذا الأمر لعدم مهاجم صريح بالرغم الموجود أكتر من اسمه وأكتر من لعب يعني مثلا إنجاز التعبير وخبالك دي حاجة الحاجة التانية الروح اللي دايما ودي بقى شبه يعني راكورس شبه ثابت معنا دايما إن في الأوقات اللي فيها يعني شبه تعجيز للعيبة هو دي تحديدا لأوقات اللي اللعبة بيبهروا بيها الكل المنشاط الأصعب على الإطلاق في البطولات الأصعب على الإطلاق هي المباريات والبطولات اللي اللعبت النادي الأهلي فيها بيبهروا الكل إيه سبب الحكاية لا سبب الحكاية هو اللعب المصري اللعب المصري بمناسبة سواء مستوى منتخب مصري اللي هو بيبقى ستي في مين منه لعبة النادي الأهلي برضو عشان يبقى منطقيين وإيس على النادي الأهلي دايما في اللحظات الصعبة جدا بتظهر شخصية اللعب المصري ده حصل في كاسهم الأفريقية مرتين واربعات في 2017 وإيه النسخة الأخيرة أنك بتصل ليه النهائي ولكن بتخسر سواء كان بفعل فاعل أو عن طريق أو سوق الحظ في دارة أفريقيا الموسم اللي فاته اللي قبله كان صعب جدا وكانت البطلطين الأحلى في مشوارك أنك بتاخدهم وبتصل ليه كاس العالم للأندية فدايما بتظهر شخصية اللاعب المصري خاصة النادي الأهلي في اللحظات الصعبة ده بيحصل يا جماعة فبتلاقي الأهلي بتشوفه في دارة أفريقيا بشكل محترم بتشوفه في كاس عامل الأندية بيكسب احترام العالم حتى لما خرج وخذ رابع السنة اللي فاتت وقدر أنه يصل ليه أمام ريال مدريد ورغم الخسارة بهذا الكم من الأهداف ولكن كان فيه احترام من الخصم واحترام من صحف العالم حتى في إسبانيا بعد انتهاء مباراة الأهلي وريال مدريد فالأهلي بيظهر بهذا الشكل الأهلي اللعيبة احتقنت بشكل غير طبيعي كان فيه حتى احتقان من أول كولر لحد أصغر لاعب موجود الانتقاطات زادت بيرسيتاو طلع في تصحيات قبل المباراة قال الكهرباء طالع قال إحنا الأهلي نخوف أي حد وما بنخافش من أي حد اللعيبة بدأ اتفق في نفسها كويس جدا عارفة أنها بتلعب باسم الناد الأهلي بشكل محترم جدا معهم مدير فني كبير أنا شايف أنه كولر يقدر يكتب تاريخ مع الأهلي لنفسه بالمناسبة باللي بيعمله من الموسم اللي فات حتى هذه اللحظة فالكل قدر ده شفته داخل الملعب بشكل محترم مباراة بكرة هو المحك مش الرئيسي بقى ده هو المحك الأخير لأننا شايف أن الأهلي السنادي على أعتاب أنه هو يحقق مفاجأة أمام العالم ده بجد يعني وقت بكرة هو عارف الزجاجة بقى طبعا ده مش تفاقل مني هو الزجاجة هو الزجاجة ده حقيقة لأنه كل لنبعد كده ما مش مهم بخلي مال لا خلاص لا مهم على فكرة وعايز أقولك أنه حتقدر تعمل مفاجأة أمام من شاستر سيتي الناس متخيلة أنه خلاص أنت ممكن أنك أنت تقع بكرة أو أنك أنت تخفوز بس قع بكرة ليه على فكرة هو كفريق برضو يعني مش هارف فلمان نانسي هو نطق غريب شوي بس هو لو رجعت لي الأرقام بتاعته على فكرة هو أرقام مضعيفة جدا يعني دوري أربع مرات حاجات زي كده يعني هو مش القوة يعني اللي تقلقني بصراحة يعني الناس التي تعرفها هو تقريبا يعني إنشاء 1902 هو قديم شوية أخذ أربعة دوري كان بدايته 1970 طب تخضر شبه إحنا بقى أربعة لأستاذ إيه أربعة إحنا بقى أربعين دوري مش عقل أنا بديش أحسب من عفظة أظن برضو يمثل كرة القدم البرازيلية طبعا في هذا العالم طبعا ولكن على مستوى هذا الفريق هو مواش البابو يا جماعة مش بوكا جونيور ما هوش اسم كبير هو أقوى طبعا هو أقوى على مستوى الكرة البرازيلية والكرة السعودية مش عايزين يبقى فيه هي مش كرة سعودية أوي برضو تحت جد لأنها تلت تربعهم مش كرة سعودية خلاص القصة بقت أجانب كلها وقصة بقت احتراف وقصة بقت فلوس في القصص لذلك انتصار الناد الأهلي كان عظيم إنك أنت تنتصل على مليارات الدولارات بذك أنك أنت تنتصل على فكرة وثقافة احتراف بقت غريبة الشكل وبقت مصنوعة بشكل مستفيد في الدولي السعودي فالأهلي فاز وخدمة كثيرة جدا الكل شافها غربلة في اتحاد جد عايز أقول لكم بعد اللي حصل اتهامات كثيرة جدا لليعبين بالتقصير اتهامات للمدير الفني حطلنا يا مدرب اتحاد جد قايمة بالليعبين اللي لازم ترحل حطلنا قايمة بالصفقات الجيدة اللي لازم نجيبها لليس أتحل الاهلي عمل لهم غنبالة عمل لهم زلزال في اتحاد جد وده حصل لان بان عندك فغارات كثيرة جدا الاهلي فعلا كشف عوارات اتحاد جد ده حقيقة احنا عايزين كبان قبل ما ننهي عشان الوقت بيجري عايزين نروح لقطة حلوة قوي اكيد تابعتها فكرة برضو كابتن محمود الخطيبة وقلنا الكلام ده في الانترو انا وكريم يعني مش كل مرة او من مراته الولاهية جدا اللي بيحرص ان هو او بينزل للعيبة قط اللبس لانه بيحترم يعني الخصوصية وغيره ليه اسبابه بس المشهد اللي احنا شايفينه ده مشهد جميل جدا قصة ان هو تحسه سعيد من قلبه فرحان جدا بيهم فخور بيهم نزل لغاية عندهم ويقط اللبس وتكلم معاهم افرق بشكل كبير ودفع معنوية حلوة جدا ومشهد تاني حاجة اقول مش متكرر بس حلو انك تشوف بس عايزة لخل حالة كابتن حمود الخطيب قبل ما يكون رئيس نادي هو مش عايزة اقول ان الافضل اللاعبين في مصر هو افضل لاعب في تاريخ مصر كابتن حمود الخطيب حدث ولا حرج مش احد اساطير هو اسطورة كونة القدمة المصرية مع احترامي الكافة الاسماء الكبيرة قبل وبعد كابتن حمود الخطيب ولكن كابتن خطيب يعي تماما يعني ايه انا لاعب احتاج ان انا لما يكون موجود في قط اللبس في مثل هذا التوقيت الصعب انا كمرسل كولر بص المشهد وهو حاط ايده على مرسل كولر هذا الرجل اللي ايده هو عليه بيقوله انا بثق في قدراتك ما تبصش للي بيتقال عليك ما تسمعش للكلام اللي بيوثار في الاعلام ركز مع فرقتك انت مدرب كبير وخلفك نادي كبير واخد خمس بطولات كمل فطبعا هنا مشهد بيقول بيحكي صحيح بيقوله في نفس الوقت اللاعبين لاعب زي كهرباء محتاج يشوف كابتل نحمود الخطيب لاعب زي حسين الشحات محتاج يشوف كابتل نحمود الخطيب ده بيؤدي لثقة اللاعبين في انفسهم وانا قلتها لما شفت الاهلي في الشوط بين الشوطين قلت كابتل نحمود الخطيب فهذا التوقيت الصعب انا راه انتم وفرق على المباراة حينزلوهم بين الشوطين ناسم وقد كان ما بين الشوطين عشان يقول اللاعبين خلصوا على التحجر ده في شرط تاني انتم على أبواب نص النهائي خلاص واحنا بدورنا على أبواب نهاية الحل يا دون منحق نشكرك على وجودك معنا النهار ده شكر جديد نورتنا قبل ما أقفل معك وعايز أطمن الناس منشرت السيتي مش في أحسن حالاته عدي مباراة غدا السيتي رابع الدوري السيتي متعدل آخر ثلاث مباراة لأملعاب وتنهام وليفرقول ونيو كاسل في آخر ديئة وأول مرة مع جورديولا مقفلو 16 بالمناسبة الأهلي لازم يستغل الظروف السهلة دي الأهلي لازم يكون على قد المسئولية وإن شاء الله إيه تجمعتنا الظروف هنحتفل ونبالك النهار يا ربي يا أستاذ سامح من قلبنا بن ندعيها شكرا لك جدا